اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا عرفت مين الكلام ده لو فدحنا هنا احنا سبيل المسال تمام ونزلنا فيه شوية بس زي ما احنا شاكين كنا اتكلمنا ان ان انا ببصي محدة الى هنا مع بعض طمام اا في الليرز عندنا لو نشوف تده عندنا كل لير قضامنا حرف الاول مسلا هنا في حرف السي السي ده يدل على ايه لو احنا بصي ملف الملف الملف يفل معنا على ايه سي ده خاص بالسبل على ايه مسلا حرف البي ده خاص بما هو كله تمام ببعنى ان هو سي بقى دي حاجة خاصة بالسبل نفسه اا وبعد كده زي ما انتم شايفين ايه مسلا هو جايب من هنا ان هو الاي ده وجايب بعد كده التفاصيل كل حاجة اا لو بصينا حتى قدام سي ده هو السبل تمام وشوفنا المسميات دي مسلا ده 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 هو السبل تمام كده اهو احنا لو جينا بريدج ديك بريدج ديك او اه بكلنا اولنا زي ما احنا شايفين اهو مسلا كلمة سي بريدج وفي حدينا مسلا سي بريدج ديك بينا كده من البردج ده ديك بتاعه تمام فاي حاجة خاصة بالخلصانة بتاعت الدكنا مسلا بتحطي بالليار دي طبعا الناشنال دي الستاندر هنزلكه او المسخة منه اا في كل التفاصيل دي حتى لو راجعنا قائمة الخاصة بالمسر بي لو انا مسلا بعمل شغل مساحة خاص بالكباري فمعروف او بريدج ديك هنا ده التوب الدك اللي ايه دخلصانة مسلا من فوق الكل دي من الموجودة هنا في السيمل سري دي ديها ايه طبعا ديها توصيف في الناشنال دي حاجة عالمية اتذكرت طبعا ان في ايه كان في كورس مع ملاب احاول برضو ان شاء الله ايه اه من الوبرينج بتاعه اا دي تاني حاجة كنا نتكلمين معنا الخصوصة دي الناشنال دي ستاندر نرجع معيش هنا الملف ده اا بعد كده عملنا شرحنا ازاي مشاكل اللي ممكن بتحصل معنا احنا بنجيه ملف من الودو كاد وندخلوه بالسيمل وشرحنا ازاي مدعمل مع ملف ده عملنا مقاربنا سريعة ما بين البرنامج والسيمل اللي هي تتخصة بالكتابات والخطوط وبعدين شرحنا اول عناصر السيمل اللي هي النقاط وعملنا منها الادراج وشفنا ايه فرق ما بين نقاط الكاد ونقاط السيمل واشرحنا ايه هو؟ اه فلو كده عملتيني نشوف الكاد النقاط اللي معنا اللي موجود في الملف بسم الله راحين. كنا المرة اللي فاتت فتحنا ملايع. كنا ملاحنا الملف دوت وعملنا ادراك للقد الفات من الملف ده. بنتين عشنا بنهم تاني. هيديه بس الاول هنا هنقترب اللي هو كود اي جي. بنهم كده. وهنا هنا قد عناهم ايكوال كونكا دينيك. وقربة بنتينة كونك بتظهر معنا كينة كونكا دينيك. بنضغط عنها وبعدين بنضغط عنها. طبعا عشان تأكيز مين المفروض عشان تأكيز اه المعادلة لابسها. عشان ندخل ملف دي برنامج. تمام? هاتي دي اضغط هنا وبقول له والله انا عايز نقوم بنمر اول حاجة. وبعدين بنزل بأمل له الكامة وطبعا ممكن نحق دي هنا كامة او سبس؟. ده مشرحنا المرة بتباتل. ويجي هنا نقول له مسلا وبقول له الكامة. وهو القاعدين وقال له الكامة والإنفيفيجون كامة واخر حاجة معايا ايه ده هو الكوت وهو الوكيه? كدة هو جميعني مجموعة الخلايا دي كلها بخلايا واحدة وده المصدوط عبارة عن البوينت نظر. والنورسينج والاية والاية. مجرد ما بعمل ده بالتلاك في البرمان من هنا على مين بيجي هو ايه حاجاتي كلها من دلال حد النهائي من المعادلة. بعمل له من هنا. وباجي اعنا ملف وبقول له نيو. مخلط الان جيل. انا كده عملت ملف تيكست. ملف التكست ده من خلاله انا بكتدي نعمل الاندراج للنقاط داخل لنمج دي. باقي في ملف تفول وحفز. وباجي في ملف سبل نقيمة انسرت باجي على الوينت فايل. امام? وبختار الوينت بتاعنا زي ما احنا قلنا فيه. نعمل تزادة موجودة هنا. اه ده صوت شغال ولا شباب? طيب تمام. اللي هو ملف الان جيل وبقول له اوبن. تمام? طبعا البرنامج بيبتدي يشوف الملف اللي جاي دوت اللي هو الفارق ما بين كتابة الاولى والكتابة التانية عبارة عن سبيس ولا كاما. تمام? نفس الوقت بيديديني الاختيارات المتاحة على حسب البيانات اللي موجودة. ولكن زي ما احنا شايفين ان اول حاجة يبالي بحين ان الملفة عندي لأ انا عندي اول حاجة وبعدين 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 ولكن كده هو مش مختار الصحيح. ببتدي انا اختار من اللي موجودة هنا في الحلقة دي بشوف نتو. اه 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 المناسب ليا ده تبا? كنا شرح احنا المرة بيديد ايه التفاصيل دي وهنقد شوف تفاصيلها كمان شوية. وفي الحلقة دي مش هعملها فقط. وبقول له اه بكي على كده فببتدي اعمل الادرات من النقاط. ولكن قبل ما اعمل الادرات من النقاط لو بصينا احنا في البيستاك الموجودة هنا دي. عشان برضو جالي تساءل مخصوص البيانات دي. بيظهر هنا بس عشرين نقطة. حين ان الملفة مسلا بيبتح حولي تلات تلافة نقطة. هنا بيظهر اول عشرين نقطة فقط لحيس انت بتشوف من خلال هم البيانات بتاعتك كده ترتيبها صحيح وبالقل. اما بقية النقاط هتنزل مع عملية ايه? مع عملية الادرات. مجرد ما بقول اوكي? ومنتزع عليه لحظات. اه طبعا بتختلف من الجهاز للتاني في عملية انزال النقاط دي سعب لها خطوات الجيروس. عبتها خطوات قليلة على حسب الجهاز. لو عملنا تمام? دي تجيزة مع ايه? النقاط زي ما احنا شاهدين. طبعا النقاط زهرت معي بشكل اكس كده لان الاكس ده عبارة عن زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان هو او ما بتنزل نقاط في المرميك بيبتلي على الشمال هنا بقيمة البروسببتور. لو مش زهرها معانا من قيمة هوم. نضغط على كلمة ونبتاكد من العامة دي ايه? ان هي البروسببتور مفتوحة معانا. عنا ايه حاجة اسمها بيعملها بشكل تلقائي بمجرد ان احنا بنعمل ادراج النقاط في بس. في نفس الوقت بيدينا الشكل اللي هو الاكس ده هو الشكل الاستاندار. طبعا هو الشكل دوت او اي تفاصيل خاصة بعملية ان هم نفتح مرفي جيد وبنعمل اي ادراج او اي احطوة فيه. دي بتاعت البرنامج. لو حادينا بنغاير الديفولت دي نجي من قيمة ونشوف الانصور انا انا عايز اغاير الديفولت بتاعه ايه? الحالة مسلا عايز اغاير الديفولت حيس لو انا نزبت النقاط مباشرة انتنزل مسلا شكلها غير الشكل ده. ببتدي ادخل عقا وباجي في قيمة. هنلاقي حاجة هنا اسمها. حاجة اسمها ديه? كلام كده? اه احنا في حالة دي ده هتفضل. اه هنجيب هنا. اهو او عامله كلمة. لان انا اخترته اقدره لها انا عايز اغيره حاجة تانية. تمام? اقدره اوكي اقدره اوكي. في الحالة دي لو انا عملت ادراج النقاط مباشرة في الرسمة هيتجي نزل هالي بشكل شماركي ايه بشكل رئيسي. تمام كده? كما انا حبيت اغاير الشكل دوت قبل عملية الادراج ممكن من خلال ايه? انا نخرج على الفمام من بتاعة البرنامج. اما في الحالة دي لأ احنا بنزل مسلا النقاط زي ما احنا شايفين وبنقدر نعدلها في اي وقت عملية عملية النقاط دي شكلها من من خلال البوينت ايه? طيب اه اغاليا الكلام بتقول له قلنا ايه المرة اللي فاتت. يعني دي بقى نشوف حاجة جديدة المرة دي اللي هي ايه نفتح ملف الستاني معنا. انا نفتح نول اه انا نفتح نول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الحالة دي انا عمي في الملف هنا. زي ما قلنا كان من ضمن الحاجات اللي ذكرناها المرة اللي فاتت. ان نقطة بتبتدي بس بتعمل ايه? نقطة ممكن تاخد تلات بيانات فقط. تلات عناصر فقط. انا بقيت العناصر تانية على سبيل المثال والمقدار اللي ذكرناه ان هو انا رفعت مسلا شجرة والشجرة اللي ديها تفاصيل. زي مسلا ارتفع الشجرة مع الشجرة حالة الشجرة. اه كلام دي اقول لكم اللي من اضطلق نكتابه بشافة ايه دوي عشان ندريجه بعد كده كبيانات في الوطوكات مسلا كده كسته روحي. لا انت ممكن وانت بتشتغل في الموقع ربية اللي بيشتغل في الموقع يتدي يعمل الداتة دي كلها ويجبها لك ويجهزها لك وتدخل في السبل كمان. ففي الحالة دي زي ما احنا شايفين مسلا في الحالة اللي معنا دي انا عندي هنا البوينت ابرع عن البوينت ننبر اللي يستين نور سيبير. بجانب كود. دلات هنا تمام. ولكن عندي اضطة جديدة ده هو الطائر. اللي هو النوع. النوع ايه مسلا? انا رفعت هنا مسلا حاجة اسمها اليمينتش اللي هو مسلا اخسار اللي يتمل منهول. دعنا سبيل المنزاج. فانا عندي منهول. اللي هو منهول الصحية. اللي هو منهول اللي هو اللي هو بسلا. فعملت ده. وبرضو رفعت شجرة نوع الشجرة دي حاجة اسمها بوك. لانه انا شجرة بسلا. نفس الوقت مسلا رفعت هنا كود اللي هو اللي هو مسلا. طبعا التعريفات دي لازم يبقى ايه المكتب الفني والجماعة بتوع الموقع عارفين مسلا ان تساوي كي ايه كرو ديسكريبشن لان احنا قلنا بي حاجة اسمها الرو ديسكريبشن اللي هي الحرفي مسلا او التلات حروف اللي هو في الموقع. دي حاجة اسمها اللي هو ايه الكلمة يعني ايه? او يعني ايه? طبعا? بالحالة دي انا عندي مسلا رفعنا عمود ودي احدى سيايته. وده تكون بتاعه. ولكن رفعت كمان ايه? ارتفاع العمود ورفعت اسم العمود. فانا ده ده دي كلها عايز ادخالها ليه البرنامج? بحيس ان النقطة بتاعتي نقطة تاخد كل التفاصيل دي بحيس اقدر ازهرها في اي وقت. اعمل الكلام ده الزين. رقم واحد ببتدي اعمل تصنيفات بناء على التصنيفات اللي ممبوضة معي هنا. انا عايز هنا حاجة اسمها طيب واعايز طيب نشوف البرنامج هل البرنامج عمده القابلية دي ولا داخل? فكدي افتح انا مغافل دي مسلا على سبيل المسال. ماشي. وابتدي ادخل على وفي حاجة دي هنا فايل فورمات. تمام كده? وباخد اي فورمات فيهم مسلا بدي اي انزل دي 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 انا سأخذ المسال. وهقم اعمل الكلامين وبقول له ايه. وهقم احن سمي ايه? اه عشان يبقى عبني. حد. طيب انا عايز اضيف ايه? احنا هلنا عندنا في الي اكسل هنا هيسمعها الطيب. على الان ادخل هنا وقلت له انا عايز اضيف الطيب. زي ان انتوا شايفين هنا ما فيش الطيب. في نفس الوقت وبرضو ما فيش التصنيفين التانية اللي اعزيم واللايك. في الحالة دي مدامها مش موجودة التصنيفات دي ممكن احنا يعني التصنيفات دي زي انو شايفين مسلا فيه ممكن اعمل ممكن اعمل ممكن اعمل تفاصيل كتيرة موجوده هو البرنامج عامله. وفي نفس الوقت يجيلك امكانيا ان انت تضيف تصنيفات جديدة. حمالية الاضافة للتصنيفات سهلة جدا ولكن هي مش من الويندو دي. انا بقول له اوكيب انا هحفظ بس ان اللي عندي انا اسمه ولكن باجي هنا وانا عايز اعمل ايه? حلو? يعني ده ده اللي هو تصنيف الجديد. ففي الحالة دي انا اعجز ايه? انا عايز اللي هو الطيب اللي ايه? النوع. تمام كده? وده عبارة عن احنا قلنا ده اللي هو اللي هي بتبقى الكتابة. تمام? وفي الحالة دي انا عايز اعمل حاجة اسمها ايه? طبعا انا مش عايز اعمل لان هو اللي هي بقى ايه? فانا باختار النوع ده. اسمه طيب ده اللي اسمه بتاعه. والاسترينج دي اللي هي الكتابة وبقول له ايه? هم بقول له اوكي. تمام? فكده عمالي اول تصنيف. تاني تصنيف همجد تكيبين مبورد من هنا. وده سميز. تعم? وده اه حيب عبارة عن اه ممكن نعمالها. يعني لحسب بقى الاختراض. عندك هنا اهو طبعا مش موجود دريبا مهي. ممكن نخليها ديستنز. اه صلي دول اموك نخلي باعده سلين بشوفيش مشكلة. تمام? كون اقول له ايه? كون اقول له اوكي. طبعا الممفوض فيه تصنيف التالت اللي هو اللي اخير اللي نقول ديه البولنين بس ما بدايا عشان ما نكون محاضرة وانطولش ايه ما اطولش معانا. فناخد نيسا لحد بس ايه لحد العامل. تمام? طيب. هرجع تاني. وباجي على اخشام معك اضيف عمود دي دي للموضين معي. ان هو عمود مين على كلمة طيب زهر معي هنا. لبدا النوع. حلو كده. وعندي هنا اه المفهوض اللي هو اللي بي خيط. تمام? كده وبقول له ايه وبقول له اوكي. يبقى ان اضيفت دي دفت الخنتين او العمودين الزيادة اللي مفهولين معيك. وبقول له هنا ايه وبقول له اوكي. تمام? برجع في ملف الاكسل طبعا برجع من نفس المعادلة بتاعيتنا. تمام? طبعا انا بحب المعادلة الاكسل دي. في ناس بتشتغل بانواع تاني مفيش مشكلة تسقط ديو يعني ايه. على حسب ملدة ترتاح. انا بفلاح سراحة بمدقيل في المعادلة مباشرة. طبعا انا باخد كل العمود اللي انا عايزه. بعمل ايه? طبعا بتنزل ايه في السطر اللي بعده. طبعا بتنزل من السطر للسطر اللي بعده. بدغط على اللي هو الزرار التابع الموجود في. تمام? الحلقة دي انا عايزة عمود الطيب. طب العمود الطيب انا فاضي مفيش مشكلة اخده معاك لانه هيبقى مليام فين? في السطور اللي بعد كده. تمام? طبعا لازم تاخد كل ايه? كل عمود. واخر واحدين هو عمود ديه? عمود الهيط. له اقول له كده. لو احنا بصينا كده. علينا ان هو اخد اسم رقم النقطة عندي ايه? الهيط وبعدين الكوت وبعدين منطقتين فاضيين اللي هم المفروض العمودين الفاضيين اللي هم ايه هم معنا. طبعا احنا ما اخدناش العمودة عشان بس ايه? هنطلقها مش طبعا. هبتدي اعمل ايه? عمليت تسحب تفاصيل دي كلها. تمامي? وباخد ايه? وبقول له. وباجي في نفس الملاب. مسلا على سبيل المسال من اولا. وبقول له. وبقول له. طيب. لما انا كده عملت ملاب جديد. وبعملت ايه? حفزة للملاب بتاع. هبتدي نعمل له ادراج ونشوف المقرب بتاع هيبقى عامل ازاي. برضو نفس الشي بقول له. وباختار ان الفل تاني من الديسكتوب. اه اللي هو انجي اللي احنا مسمينه بقول له اوبن. تمام? طبعا هو لسه برضو ما حددش الى اللي احنا محتاجينه. فبننزل وندور على الى اللي احنا عملناه اوبن اول باوكي. قلنا انتظر لحظات لقد بدأتها تنزل. نزلت الديده وقول له زوم. يعني نزلت معي الديده. اول حاجة احلحظوها. هو اغلب الناس احلحظها ان فيه هنا الكود معين بدأ يظهر بشكل غير الاشكال الاخرى. تمام كده? وبقيت النقاط زي ما هي. الكود ده اه اللي هو خاص مسلا للتي ار دي. دي حاجة خاصة مها اه الديسكريبشن كي ست. اه دي عبارة عن اكواية خاصة في البرنامج. البرنامج بيجاهز. هم مدلة اجواية تقريبا. هنشوفك في ظبط مع العادة كان واحد. واعطيهم هو شكل معين واعطيهم كتابة معينة. بحيس لما تزهر تزهر بايه? بشكل ايه? بشكل تلقائي. طبع عندي خاصية كويسة جدا. بتحديد لو انت عملك بتعمل عمليات رفع المشاريع كتيرة مسلا او مشروع اه على سبيل الديسار رفع المدينة او ما الى ذلك. وبتحب ترفع كلام ده يقول له وعايزه يترسم بشكل تلقائي ممكن بتعمل. تلاقيها فين دي? في هنا. نفتح البوينت هنفتح حاجة يسميه. تمام? بالطبع ان نلغط اعامل ازاي? بيجيلي هنا ايه? اللي هي. عبقى نكليك ايه وقال له زي ما انتم شاكلينا انا عندي هنا الثلاث اكواد. كود الاس دي ايه وكود الاس دابيو ام اتش والتي ار. هي الفكرة كلها ان احنا نبتيله الاكواد اللي انا هعمل لها ادرابة. هو مجرد ما بيشوف الكود ده بيبتدي مباشرة. يدينه اللي متحدد هنا. وبيدينه الكتابة اللي موجودة هنا. ده بشكل تلقائي. طبعا كده بشكل تلقائي بيبتدي اعمل لنا الحاجات. خلال انا حبيت اضيف اي كود باخد اي كود من الموضوعين. وباقل له النيو. وابتدي اكتب الكود بتاعي. فباقل له مسلا بحالة اقول ده ادت ال في ده اقول لا يقول. تمام? ادي مسلا ال بي. تمام? اه انا عملي الشكل بتاعه مسلا على سبيل المسال. الشكل بتاع اي روب انتي. تمام? والكتابة بتاعته على سبيل المسال خليها الايه? والديسكريبشن وبقول له ايه. وبقول له ايه. اي عملية ادراك بعد كده. هو مجرد ما هيشوف كاملة ال ال بي هيبتدي عميل ايه التفاصيل اللي نخترتها. طيب لا افرد على سبيل المسال. انا بالفعل نزلت النقاط زي ما شفنا كده. وعملت له زي ما انا عملت بالزبط كده. حبيت ان انا اطبقه على النقاط اللي ما وجودة في الرسمة. باجي على اللي احنا عايزينها. بعمل كليك كيمين وبقول له ابلاي ديسكريبشن كيز. مجرد ما وضغط عليها زي ما انتم شاكرين اتغير مباشرة ال ال بي زهر معي وزهر معي وزهر معي الرقم اللي بتاعه وزهر معي الشكل الايه? شكل ما انا اخترته. كل ما هو ال بي بابتدى هو عبطول البرنامج يشوفه ويبقى دارني ايه? بشكله بنائل على اللي انا عملتها. طيب. اه اهم شيء في الشغل بالسبب بشكل عام الترتيب. طب انا في الحالة دي انا عايز ارى الترتيب الزبط. رقم واحد انا عندي انا في جروب زي ما قلنا عملية ادراج النقاط هو بيدرج النقاط كلها في جروب واحد اسمها اه طب افرد انا هستغل النقاط دي بعد جدا هعمل منها اصدق وعمل منها خطوات تانية كتير. فما ينفعش من اللي انا اعمل الخطوات التانية كتير دي. دي اطبع حاجة بتجمع كل ما هو نقاط موجود في الرسمة سواء انت نقاط بتعمل لها ادراج او نقاط اه انت بتعملها جوه الرسمة. فلازم اللي اعمل اللي اعملت ايه اعمل ايه ترتيب للرسمة. الترتيب اللي بيجي ازاي? من خلال ان احنا منعمل جوبس لكل مجموعة نقاط جاية معايا. لو راجعت الملف في الاسل هلاقي انا عندي هنا في الاكواد. تمام? نيجي في الاكواد كده. انا عندي حاجة اسمها ال اي جي اللي هي نقاط. عندي ال ام ام اتش. وعندي ايه ايه? وعندي مجموعة حاجة كتير. طب لو انا عايزة اعرف بالزبط هم مكان. بتتدي توقف على العمود اللي فيه كود. بتدي تقول له وضع هنا عايزة اعمل الفلتر. تمام? مجرد ما تضغط على الفلتر هنا بيجيب لك العناصر المفردة في الموضوع. يعني مسلا انا انت عندك هنا كلها مسلا اي جي. لأ بي عندي مجموعة حاجة اسمها اي جي. وعندي كود اسمه ال بي وام ان اتش و تي ار. بقى ما عندي كان كود تصنيف الاكواد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. دول التصنيف الاكواد الاساسية اللي عندي. على اساسه ببتدي اعمل انا جروب لكل ايه يفضل? اعمل جروب لكل ايه? لكل اه عنصر اللي معنصر. على سبيل انساء لو انا جيت في قائمة وعملت هنا. اقول له انا عايزة اعمل جروب جديدة اقول له نيو. والنيو دي هيبقى فيها كل ما هو اللي هو ال اي جي. اللي هو ال اي جي. بحدد الجروب دي شكل. وبحدد له الكتابة اللي تظهر عني. في الحالة دي مسلا ده انا مش عايزة بيين الشكل. ولكن انا سويا مش عايزة بيين كتابات. ولكن انا عايزة بيين الشكل اللي هو مسلا تمام. لو انا جيت قلت له اوكي? مفيش اي تغير حصل في الرسم. معيش رجوة الصوت واضح معاكم ولا بقى. لاني فيه تقريبا حد يقولون الصوت واضح. اتنا صوت ضايب عيد ودي صوت تمام. طيب الصوت دمام جدا طيب اعرف رجل زي بها. طيب تمام. اه لو جينا في الاي جي زي ما اتو شاك فين ما ظهرتش معي النقطة الصودة لعليسار هنا. لان دلوقتي انا حاليا انا عملت بالفعل الجروب جديدة. ولكن ما محطتش جواها اي بينات. معرفتلوش اي بينات. فبالحالة دي انا عايزة اعرفه اقوله اي عنصر اسمه اي جي او نقطة اللي هي بتاعها الاي جي ده. حطولي فين في الجروب اللي انا عملتها دي. مجرد ما بغضت تاني على الجروب بتاعتها ايه هي? في عندي هنا التابعين يعني مهمين جدا انه هو الانكلود والاكس كلود. الانكلود اللي هو انا رسمة بتاعتي او الجروب بتاعتي عتتضمن ايه? حلو كده اقول اللي هي رسمة بتاعتي اه عتتجاهل ايه? ففي الحالة دي انا عايزة ان هي تتضمن حاجة بناء على المعطيات الموجودة. يعني انا هحط له مجموعة ارقام مسلا للنقاط فهو انا عارف ارقامها او ممكن مقدرة ما بغضت هنا بيكفى عن معي الاختيار ده. واللي هو اختيار ايه? الان انا اختار من الرسم. في الحالة دي انا مش عايزة اختار انا معي تصنيف معين. هل هل ممكن اعمل تصنيف هنا انا على لان فيه مجموعة ان شاء بسألونا في المرة اللي فاتت. وقالونا احنا عايزين مجموعة نقاط بمراسيم معينة نحطها في جروب معينة. بتاعتها بتكتبها هنا. بتجي في لو انت عايز مسلا كل النقاط اللي بنصومها على سبيل النساء. الف معاك فرد. يعني مسلا عندك نقطة. مجموعة نقاط منصوبهم الفة في الرسم. وعايزة الامام كلهم في جروب واحد. بتيجي هنا بتقول له وتكتب له كلمة الفة او المنصوب اللي انت عايزه. مجرد انه بتقول له اوكي هو بيجمع لك كل النقاط اللي ليها نفس المنصوب ده. عندك موجودة في الرسم. تمام? ولكن في الحالة بتاعتي دي انا بدور على كود. هل هو ولا؟ والحالة دي انه هو الاختصار السوية. والاختصار ده هو عن كلمة اي جي تمام كده? مجرد ما ضغطنا هنا زي من شافين جمعني في كل النقاط اللي واخدها بكود اي جي. دايما تشوفين برضو هنا الترتيب بتاعهم واحد اتنين اربعة. نقطة ده رقم تلاتة. فين? لأ علي مسلا النقطة الرقم تلاتة دي واخده. واخده ايه? واخده تاني. مدخلكش معايا في نفس الجروب. تمام? يبقى كده هو اخد بس النقاط اللي هي ايه? اللي واخده بود اللي هو اسمه اي جي. تمام? مجرد ما بقول له كده اتفرق كده على الرسم. بدأ مباشرة يتغير شكل النقاط بتاعتي بناء على الشكل ده ما اخترته اللي هو. تمام كده? وما فيش كتابات ظاهرة. حبيت تظهر الكتابات في اي وقت تعمل لك يمين على الجروب بتاعتك وبتقول له بتاعتها وبتقول له والله انا عايز اتظهر على سبيل ونساء في الحالة اللي هو المنصوب فقط وبقول له. بيظهر لك مباشرة النقطة والمنصوب جنبها مباشرة. اللي هو كده? طبعا زي ما قلنا تحت اللي هو شكله حجم الكتابات اللي موجودة. مجرد مسلا منتزغره بتختار من القياس تاني بيبتدي يصغر معي. لو صادف وغيرت من هنا وما غيرش معك في الرسمة ساعت ما بعملش افضيك مباشرة. مجرد ما انت تعمل حفز للرسمة وبتقفلها وتفتحها تاني بتتقيه يتزبط معي. طيب. الحالة دي عشان نقاطه كتير انا مش عايز اشوف الكتابات بتاعته. انا مش عايز اشوف ايه الكتابات بتاعك. طيب انا عايز اعمل حاجة تالية اللي هي وسلا ايه? احنا عندنا الالبي. احنا ربادي ازهرنا الالبي. طبعا كده ده هو الالبي ولكن ده من خلال الديسكريبشن كي ست. انا عايز اعمل له اعايز اعمل له الجروب لوحدة. طبعا دي عمي كليب كينين وبقول ميو. الالبي دي اللي هو اللي هي اعمل هذه النارة. تمام? اقول لنا عايز برضو شكلها يبقى متغير عنا اللي هو مسال من دريل هول على سبيل المسال يعني. وعايز مبدئيا اللي انا اباين الديسكريبشن اللي بتاعه. ايه باجي بقيمة انكلوت وبقول لنا عايز ما هو البي. تمام? هو ابتدي اروح على الوينتلس تلقين جمعني كل ال البي اللي موجودة بامبولة معي هنا. مجرد اقول له اوكي. زي ما انتم شايفين هنا هو ما عملش ايه? هو ما عملش اه ما اختارش ما غيرليش الشكل وفي نفس الوقت ازهر ازهرني ازهرني نفس التفاصيل اللي كتبأينا معي فين? اللي كتبأينا معي في الديسكريبشن كي ست. لان هو بيحترم الديسكريبشن كي ست في الحالة دي. تمام? يبقى كل ما هو مصنق في الديسكريبشن كي ست هو يحترم. ده في الحالة دي ممكن نعمل ايه لو راجعنا في اللايك بول تاني. الوينت بتاعتنا. وبنيجي نعمل اوبر رايدز. اوبر رايدز اللي احنا زي ما قلنا المرة فاتت ان احنا بنكبره ان هو ياخد ستايلات بشكل معين. وكتابات بشكل معين. والستايل والكتابات. بقول له اوكي زي ما انشاف يموه باشارطا غير لي الشكل اللي الشكل انا مختفته. وغير لي ايه للكود اللي انا عايزه. وهو هنا تجاهل ساعتها الديسكريبشن كي ست. واخد لي بناء على البيانت دروب ايه اللي عندي. من خلال ايه نحنا عملنا واجينا في زينا وعلمناه على الجزئين اللي هو الستايل والبوينت لي. فالبوينت لي وستايل. تقام حد كده يا شباب. طيب. اه وده زي ما قلت لكم امرافق دواردو ده بسؤال بيجي. طيب دلوقتي انا كنت دخلت في اللايب ودخلت ايه دخلت الارتفاع بتطيع اللايب بول. عند ارتفاع ساعة ستاشر وساعة ساعة 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 ساعة. اغلبه كان ستاشر تقريبا وساعة ممكن عشرين وحاجة. اغلبه ستاشر. طب انا عايزة بقين الارتفاع خلو كده اول ممكن نعمل النوع التاني ناخد المنهوض طيب نعمل نعمل نفس الفكرة برضو وسن ام ان انش عشان فيه تنوع كتير. اقول له انا عايزة اعمل المنهوض. تمام? واقول له والشكل التاع هخليها ان هو. تمام كده? او ممكن فيه اشكال طبعا منهوض هنا هنخليها بساملين. وهنخليها زي ما انت شايفين هنا مباشرة هنعملي شكل لعندها هنا منهوض معي هنا وفي منهوض داني هنا ومنهوض داني هنا. ولكن انا عايزة ابين بقى التفاصيل بتاعت المنهوض. انا عندي منهوض احيانا بيكون ستارن واحيانا بيكون اللي هو السانتر. طيب انا عايزة ابين التفصيلة دي هنا. حب. طيب انا كده هكتدي ابين كتابة بتاعتي. ابين في الكتابة بتاعتي. تجيل الكتابة اللي هو نفسه. لو جينا على هنا هلاقي ان اللي هو مختاره هنا في الكتابات اللي هو انا ممكن اعدل اللي موجود او اني اخد منه وابتدي اعدل العادي ازود حاجات عليها. فبالعادي هارفوا منه منه. لو بنا نغطينا المختار ان كده كده. من هنا بتغطيه بتقوله كده. تمام? اقول له وضيف الحالة دي انا عايز الديسكريبشن بلاس الطيب. يبقى الديسكريبشن والطيب بتاعه. تمام كده? وبيب في قيبة اللي هو التفصيلة بتاعت الكتابة بتاعتي والسطيل بتاعي. حلو كده? زي تكتب لي في اهم شي عندنا في التاكست حاجة اسمها الكونتينس. ايه هو المحتوى اللي انت عايز تزوره في الكتابة بتاعك. وقال انت تضغط عليه بيزهر لك هنا مربع وفيه تلات نقاط. تضغط عليه بيزهر لك الويندو دي. كل ما هو محتوى عندك تقدر تنزله من هنا. ايه هي المحتوىات اللي موجودة والله انا عندي النوع اللي هو الطيب واللبي دي الحاجتين اللي انا عملتهم. زائد ان البرلمية اللي عاطيني ممكن انا احط كل التفاصيل دي انا ممكن اعمل ايه? ممكن اضيفها بحيس تزهر لي جنب شكل النقطة بتاعتي على الرسم. في الحلقة دي انا عايز ازهر مين? انا ازهر تنظر ما شايفين ها اولي. ده تمام? انا عايز هنا وعايز معي الطيب اللي هو النوع. تمام? اه عمليتي ده انا بختار من هنا الحاجة اللي انا عاونسها وبعدين بضغط له لازم اضغط له على السهم اللي ايه? السهم اللي على هين دي عشان ينزل لي البيانات بتاعتي جوة المربع بتاع التكست. تمام? ناس لوقت انتين استعايز تغير شكله او حجمه او لونه ممكن متخيمة فورمات وانت عامل هايلايت عليه? غير اللي انت عايزه. ففي الحالة دي انا عايز اخليه ووضع لي نوع الخط مساعدة. واللون بتاعه مساعدة زي ما انتو شايفين هنا عمل لي ايه? اديت كلمة. اللي هو اللي اختصار كلمة الطيب بتاعنا لانت عادي نوعين من المناهل او او ده اللي هو. طبعا عنا عندي هنا هو هو انا ما عملتش او بكده. انا عملت فقط فهو اخد الاتنين واحدة. لانه اضغطت على النقطة نفسها واقطره من فوق على الانين هنا. واقطره اديت كوينت لست. هنلاقي ان هو برضو برضو كمان كده? وفي نفس الوقت جاب لي ايه الطيب بتاعي اللي هو ايه? اه الا 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 اتاني مسلا هنا يبقى جاب لي تصنيف اللي ايه? الطيب بتاعي اللي انا عملته قدرت تزهيره على مين على كتابة بتاعت الايه بتاعت النقطة زي ما شاهدت لو راجعنا تاين اللي اسطايلات عشان ما عدنا عليها بشكل سريع. احنا هكولنا عندنا دايما ببرنامج بنارج دون عين. بيبقى نعمل ضلوعين من الاستايلات. نوع اللي هو خاص بالبوينت اين كان بقى الا aa الابجيكت دا هل هو على اين كان بيبقى نفسه وعندنا اللي هي الكتاب المرتبطة بالوبجكت ده. تمام? في مجموعة موجودة هنا كبيرة او انت ممكن تتدي ممكن لو حبيت تعدل بتعدل من هنا. وذكرنا قبل كده ان هممكن بنعمل لنفس شكل هنا ممكن بعمل شكل من الاشكال الموجودة او اني بختار من الموجود في الرسمة. ولو انا حبيت اعمل مجرد ان انا هعمل بلوك همتدي يظهر معي هنا ايه في الليستة دي. يعني سريعا كده ممكن نعمل احنا بلوك زريع هعمل مسلا واعمل مسلا ايه حاجة زي كده مسلا. وده كده هعمله ايه بلوك هنسميه اتش ونقطة بتاعته اللي هي نقطة الهين مسلا كده. تمام? ولا عناصر بتاعته اللي هي دي. بنا عملتوا مسلا بلوك الشكل ده كده. وبقول له ايه. الشكل ده عبارة عن بلوك موجود في الرسمة. انا عايز اخذ لي مسلا ده شكل وشكل نفس الشكل المنهور الموجود. مجرد ان انا ببتدي ادخل على. وباجي هنا على. هبتدي اعمل من اللي موجود. معنا سمين ده انه هو. ولكن في المركر هنا ببتدي ايجي على الجزء اللي هو 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 بيختار لي. اه سريع. دلما هو هو الرسمة اللي موجود من المقبوط العسامي اللي موجودة هنا انه هو دي. علامة دي بحيث لو انا عملت ده في رسمة هو مفاصلة. ولكن لو هو موجود معي نفس الرسمة عطايمة موجود فين. يعني دي كلها بلوكات موجودة نفس الرسمة ان احنا موجود فيها. طبعا الحالة دي يعني عندي اللي هو اللي اسمه. طبعا كده هو اوكي اوكي. زي انه انت شايفين اهو عمل البلوك بتاعي بناء على ايه? بناء على الشكل اللي انا اختار كله موجود معي. طبعا? طيب. يبقى كده ده في حيث لو انا حبيت اعمل شكل جديد. دي. ده عمله بشكل بلوك بحيث يتواصل مع 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 بعينات المشروع بتاعي. اما بخصوص بقى الكتابات نفس الشيء اللي احنا دخلنا هنا اقول له. الستايل اللي احنا لسه عاملينه. طبعا كده احنا الستايل بيبقى طبعا جنايا على الكتابة اللي موجودة. يعني مثلا نخبينا احنا ناخد واحد مثلا هو اللي بجم هوندي. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا مجموعة موجودة. في حاجة اسمها ليه اوت في حاجة اسمها اللي اوت ده في حاجة لو انا عملت النقطة وازهرت الكتابة عليها بدون اي تغيير فيها. ده دي لو انا سحبت النقطة بعيد صوحات اه صوري الكتابة بعيدة عن النقطة معنا. لو انا مسلا عندي الكتابة سيما دي مشاكلة مثلا النقطة دي كده. حلو. وبدأت زي ما احنا من اختارة بيزهر مع اي مجموعة الجريبس. الجريب الفودة لو انا بدأت اسحابه كده هتعلم ان الكتابة بدأت تزهر معي بشكل ايه? بشكل ليدر. في ليدر زاخت معي هنا. تمام? والكتابة موجودة عينة. الحالة دي اسمها حالة يعني ايه اللي انا سحبت دي هو السحب. بعد دي حالة ايه? حالة السحب. اما دي الحالة بدي قط بتاعتها لحالة العشان كده لما بتيجي انت تعمل الموجود مسلا اي امكان. هتلاقي الحالة موجودة في الحالة كما هي دي في عملية سحب تعمل سحب الكتابة بتاعتنا. زي ما تشايفين هو اللي هنا والله انت عندك هيبقى فيه اللي هو اللي هو بتاعك او اللي هو بتاعك. وانه هلا هو طبعا احنا كنا شرحنا كنا نقول له بتفصيل كبير جدا في الدورة الاساسية بتاعتنا بتاعت السبل. انا برضو بس باعدي عليها هنا عشان ايه تبقى العملية واضحة ايه لحد من الناس. اه لو عفيته طبعا بتفصيل بزيادة ايه في الموضوع ده في الدورة السبب بتاعي. اه فهنا دلوقتي على سبيل المسال لو حابنا نضيف اي كتابات موجودة تيجي دائما في الكونتينس هنا وبتضغط على المرابع اللي في اتات اه تلات نقاط دول وبتضغط البيانات بتاعتك بناء على اللي انت ايه كداتة اللي موجودة عندك. وغيره ما بتختار الحاجة وبتفقى من هنا. طيب زي ما انت شافين مسلا لما جبت طيب ما جابليش هنا تفاصيل الكتيرة جابلي بس هنا الايه اللي هو الكتيرة بتاعتي هل انت عايزة ولا ولا يعني الكتابة نفسها عايزة مسلا كلها كلها سمول وبعنى زي. طب لو هي ارقام. ببتدي مسلا ايه? لان ببضو ممكن حاجي بيسألنا ان مسلا على سبيل المسال انا هيسف عاليش. لو انا اخترت دي قلت له وقلت له. زي ما انت شافين ظاهر معي هنا بس بالنوطة. وظاهر رقمين بعد العلامة العشرية. انا عايز ازودهم اخليهم تلات الارقام. بعملها ازاي بقى تلات ارقام دي مجرد ما انا بلغط على وبقول له انا عايز اعدل الموجود ده. تمام? وباجي في الحالة دي ده هي في المحتوى نفسه. مجرد ما اغلط على الكتابة الموجودة هو بيقول لي الكتابة اللي انت مختارها دي عبارة عن تمام? اليونت بتاعتها بالمتر. بتاعها ده هو ايه اللي بتاعيتها اه رقمين بعد العلامة العشرية. في الحالة دي بقول له نعم. بلغط هنا بيجيب لي لستة جديرة بقول لنا انا عايز تلات ارقام بعد العلامة العشرية. اهم شيء بعد ما انا بختار هنا لازم بضغط على ايه زي ما قلنا السهم اللي على اليمين عشان اه يجيب لنا ايه الجوزية بتاعتنا على اه سوريا او يطبق لنا الجزء ان احنا او الاختيرة ان احنا اختارناه يطبق اغلنا فيه على اليمين هنا. مجرد ما بقول له او ايه زي ما زهرت معيه. طبعا هنا دي تلقى عينة بتاعتك. انها زهرت معنا ايه تلات ارقام بعد العلامة العشرية. لو قلت له ايه او ايه او ايه ايه نزهر ان هي زهرت تلات ارقام بعد الايه بعد العلامة العشرية. في الاسطايل بتاعي. حالو كده. يبا احنا جدنا اتكلمنا عن الاسطايل بشكل عامة اه تعديله بشكل سريع. ولكن فكرة كلها انها اهم شيء بالنسبة لنا ان احنا عملنا بتاعتنا الجروبات بنائيا على التفاصيل اللي ايه بتاعتنا في الحالة دي. اللي احنا ايه عملناها بنائيا على الكود اللي هو المنهل. وطبعا دا بيسهل علينا حاجة كتير. انا على سبيل المسال اه طلب منك ان انت تعرف عدد عدد اه عمالة الانهارة الموجودة في الرسم. مجرد ما انت عملت اردي اه بس ما بتاعتك عملت لها جروب. هدخل على بسعة الجروب دي. هتلاقي على اليمين هنا الوينت ليست. وهتلاقي هنا الوينت ليست. بجملة بكل الاحليسيات المخاصة بنائي المدهم بتاعتك سواء رقم النقطة بتفاصيلهم زي ما انت شايف كده. وبنفس الوقت في ال سامري بيجيب لك والله انت عندك النقطة في الحالة دي انا عندي كام عشرين نقطة في الرسمتك. ايبقى ما عندي عشرين عمود في الرسمة الموجودة مع ايه? مجودة مع ايه. طبعا? يبقى سهل جدا ان انت تعمل ايه? تعمل حصل ايه? للبيانات بتاعتك. على ايه? على اه على الداتا بتاعتك نعمل ايه في السابق. اه نحن احنا دلوقتي عملية انتي بيحنا كده عملنا النقاط عدلنا شكل النقاط بشكل عام. عملنا البوينت دروبس. تمام كده? اه طبعا البوينت دروبس دي بقى كامل مستردامة في عملية افضل حمر ازلك. ولكن قبل بنتاعمل النقاط لازم نبقى مصير في جوزية مهمة جدا. اللي هي اللي هي خاصة بالعملية اخراج النقاط سواء جو الرسم او كفارج الرسم. يعني ايه اخراج النقاط? يعني اظهار بيانات النقاط نفسها. الحالة دي انا عايز مسلا على سبيل مسال انا عايز اعمل جدول موجودة على الرسم هنا. دي كل النقاط بتاعت الالبين. ويظهر فيها الاحداثيات الايست ومارس والزيت. اعملها ازاي? مجرد ما بندخل على قيمة تمام? ونجا هنا حاجة اسمها ادتيبولز. دي اضغط عليها. فمن ضمن النقاط الموجودة blue tables الموجودة حاجة اسمها. تضغط عليها كده وبنزهر الويندو دي. من خلال الويندو دي ببتدي احدد موقعات اللي انا عايز اظهرها ايه? قال انا عايز اظهر مسلا على حسب الستايلات ولا على حسب الحالة دي انا اقول لولا انا عايز على حسب الحسب الويندو. انا عايز اللي هي كل ما هو وبقول له اوكي. ماشي وبضغط هنا. طبعا هو بدينا تفاصيل كتير. هو بقول لي هنا لو العمود لو لو الداتة بتاعتي اكتر مسلا من حسنا عندي خمسين نقطة فهو يعمل لي العمود او صور الجدول في كان في عشرين نقطة فقط. ويبقى تدا هيدي ليين تلات عمدان جنب بعض. يبقى تلات عمدان تلات عمدان تلات عمدان. في الحالة دي انت بتاعتي قريدي اقل من كده فانا بقول له انا عايزها كما هي. في عندي هنا الهيبيور ده اللي هو هل انت عايز ام دايناميك? يعني استاتيك يعني دايناميك دايناميك في حالة الاول الرسمة انا غيرت الالب دوت او النقطة الالب دي احد عدلتها عمدلها تحريك او ما الى زالك. هو يغير اوتوماتيك في الجدول. اما لو قد له استاتيك فمش هيتغير الجدول هيبقى سابق مش هيتغير. ففي الحالة دي وفضلا انت تعملها بشكل دايناميك. مجرد ما بتقول له اوكيو بتنزلولك فين النقطة بتاعة الجدول. بغطه هنا. بيبتدي يزد معاك الجدول. يقول لك والله انت عمد النقاط دي اللي هي اسمها كلها زي ما احنا شايفين. طبعا ترقيم النقاط هنا على ترقيمها في الرسمة اللي هو موجود. ولكن هنا الاعمالة زي ما انت شايفين هو اعمل الاول واعمل انا حابة اغير التفاصيل دي او اغير ترتيب العنال. مجرد ما بضغط جدول نفسه وبعمل كليك يمين وبقول له. تمام? زي ما انتوا شايفين هنا ظاهر معايا مين ايه عندان زي ما انتوا شايفين هكذا. بس عايزة بيعمل ساحب. ببتدي اضغط على مسلا وببتدي اعسحابه. بييجي في مكانه مسلا هنا. وبرضو بيعدل. فانا جدا عندي نمبر وبقول له اوكي. طيب زي ما احنا شايفين برضو ان هو حاطد هنا رقمين بس بعد العلامة العشرية انا عايز اتزودهم ثلاثة. على سبيل انسان بداية اغداردو هنا وبعمل كليك يمين وبقول له ادت دي كله ستايل. وهنا ببتدي اعمل ايه القيمة اللي موجودة جواه القيمة عليها يزهر لك نفس الويندو اللي اختارناها على كسر. سبب اتشعر نفس الويندو اللي احنا ما اختارناها في كسر. وبقول لك اقول له انت باين هنا ولكن رقمين بعد العلامة العشرية بقول له انا عايز تلات ارقام وهو اقول له اد وهو اوكي اوكي يبتدي يزهر تلات ارقام بعد العلامة العشرية وبتدي برضو اعمل الكلام ده اقول له في وفي نفس الويندو نفس الويندو نفس الويندو. كده انا اصابت نقاط ال ال بي داخل الرسم. تمام كده? لما انا عايز استخرج نقاط ال ال بي دي برا الرسم. عندنا كاسة طريقة اه من ضمن الطرور السهلة والبسيطة. انت انا اضغطوا اضغط لو هي لو لو انا 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 اتصالي الجروب بتاعك الجديد توقع الجروب نفسها كده زي ما انتم شافين بتزهر معك التفاصيل تحت او البيانات النقاط كلها تحتاجها. اضغط على اي عمود من العمداء اللي موجوده تعمل كنترول اي. يعلم لك عليهم كلهم. اعمل كليك يمين وبتقول له كابي تو كليب بولت. كابي تو كليب بولت. تضغط عليها. تيك ملف ال اكسل عندك. وانت سيليه مسال ده ملف بديد. ببتدي اعمل كليك يمين وبقول له بيست. ببتدي يزير لك او البيانات التفاصيل كود لها في العمود. دي اسهل طريقة ان انت تاخد كوبي من الداتا بتاعتك تطلعها بره بس. دي من الدرق التانية برضو ان انت بتعمل كليك يمين على البيانات بتاعتك. بعتليها حاجة اسمها ساعة هنقول لك ايه هو البيانات ان انت عايز تخرج مين. في الحالة دي انا عايز كمام كده. وبقول اللي انا عايز احفظها مسلا على برقامها زيرو اتنين مسلا وبقول وبقول اوكي وبنيجي على ادي زيرو اتنين بيطلع عليك نفس الشكل الهو لكن هنا ما طلع ليش ما طلع ليش الايه التفاصيل الزيادة اللي احنا كنا عايزين البي ده مسلا الارتفاع وليه كده تاعتا انت بتختار اللي انت عايز تطلع عليه الداتا. يعني مسلا لو انت عايز تطلع بقية التفاصيل كلها. لها بيتيجي على اه بوينت اه بروب كليكي مين وبدولو الاكسبورت. وبتختار اللي احنا كنا عاملين لكم اسمه شامل. تمام كده? وبرضا انا عايز اساعد الملقص ده على الديسك توب. نفس المصمدة. ايه? ياس? كده بيطلع هوني التفاصيل الجديدة لارتفاع بتاعنا اللي هو ستتاشر وعشر. تمام? يبقى دي كده طريقتين. احنا بتخرج يوم البيانات. طبعا في طريقة تالتة من خلال ايه? حاجة اللي اسمها دايما لما انت عايز تعمل تقارير روح على واختار العنصر اللي انت عايزه في الحالة دي العنصر بتاعنا ان هو الانلاقي هنا الانلاقي هنا بشكل ايه? كده يعتبر احنا اغطينا حاجة كتير جدا بالبوينت ولكن اه مابدائين انا هنبتدي بس نبصنا على حاجة سريعة انا هيسف كده اللي هي الشو ده. عشان اكيد بس الحاجة اللي عملناها. دي البوينت اه هم حاجة الترتيب الترتيب من خلال المجموعات اللي احنا لازم نعلم. الترتيبات اللي ترتيبتها من خلال المجموعات. تمام كده. اه دي نصائح يعني. يفضل ادراج النقاط بدون ارقام او اسماع. اه ليه? لان لو انت بتشتغل على ملف كبير. وورد جدا ان انت مسلا تتنزل النقاط النهاردة مسلا على سبيل المسان انت بتاعنا رفع مسيحي لمدينة سكنية. فورد جدا ان انت النهاردة ترفع النقاط مسلا من واحد لالف. بجرة ترفع مقفوض من من الف واحد لالفي مسلا. ولكن الناس بتنسى في الموقع فتنطي يرفع لك من واحد اه او يبتدي مسلا من خبصمية وزيادة. كده لما تيجي تعمل النقاط تعمل ادراج للنقاط فالبرنامج بيشوف ان فيه نقاط بنفس الرقم او بنفس الاسم. بيقول لك اعمل لك اوبر رايد لها ولا اغير نزلها لك من اسم جديد. فعشان نتفادل عملية او ما ايجازل. انا بنزلهم اسسا كلهم بدون ارقام وبدون نقاط. يعني ساعتك العمود بعمل ايه? بعمل زي كده مسلا. انا ببتدي اعمل اه بحيس ما يدستش على طب هو البرنامج هيعمل ايه في ساعتك الارقام? هو البرنامج هيبتدي رقم كما هو ايه الترتيبه عندي. يعني حسنا احنا عملنا هنا ادراج لمجموعة النقاط في الرسمة. انا ما عرفش عدده ولكن البرنامج. مجرد ما احنا خلصنا لادراج النقاط. فهو بادئ بالرقم التالي. اعرف من اين الرقم التالي اللي موجود في البرنامج. وبايجي على الساهم العليمين ده. وهتلاقي حاجة اسمها الpoint identity. مجرد ما بيختلف بيقول لي والله النقطة اللي جاية رقمها هيبقى الف واحد. انا ممكن نغير الرقم اخلي اي رقم تاني. تمام كده? وبسه هو بيقول لي النقطة اللي جاية دي رقمها كام الف واحد. معنى ذلك ان ارقام مثلا من واحد لالف موجودية في الرسمة. وهكزا. وطبعا احنا عشان نتفادل حتة دي ممكن ان احنا هيه ننزل النقاط بدون ارقام وبدون ايه? وبدون اسمها. اه عندنا اسمها النقاط لا تتكرر وارقام النقاط لا تتكرر في الرسمة. اتنين موضوع بيتكراروش. لو حبينا نتكررهم. هم ممكن بقى نعمل تصنيف جديد او خامة وصف جديدة او نحط فيها بايه التفاصيل ان احنا هيك. ان احنا عملنا. عندنا اه مجموع بالستايل لازهار النقاط. طيب دولتي في حالة انا مسلا زي ما احنا قلنا اعملت ازهار النقاط واخفاء النقاط اه من خلال الستايل. لاني مجرد ان انا بختار الستايل من هنا ببقى كيبين وبقول له والله انا مش عايز اشوف الهوة واينت ستايل هخليه نن ولكن هم موجودين عندي انا مفيش مشكلة. طب اه افرد انا عندي مسلا عشر بروبانت. هل هعمل كده الكلام ده كله فوق كل جروب? لا. انا ببتدي اعمل الجروب اللي هي الالبوينتس. انا بقول له والله انا عايز دي نن ونن. ليه الالبوينتس? لان الالبوينتس هي جمع كل النقاط. طب انا استفقت ايه دولتي ان عملتها جمع كل النقاط واناك انا تلوتي بعملت. نن في الاستايل ونن في لايفر انا دلوقتي اه ابتدي مجلس للنقاط اللي هي تختبين عن رسمي. لأ البرنامج بيشتغل بترتيب النقاط الفعلي على هنا زي ما انتوا شاكدين التخط خالص. فهو الاولوية عنده اللي فوق خالص وبعدين اللي تحتى يا والدي تحتى واللي تحتى يا ما انا عايز اخفي كل النقاط اللي موجودة معي في الرسمة دفع واحدة ابتدي في العمل ali اخليه زي ما احنا عمليه كده. تمام? نفس الوقت اجيب ترتيبه من تحت خالص اخليه فوق خالص. ازاي? تيجي على بتعمل تليب تيمين وبتقول له بتاعتهم وبيجيب لك الترتيب بتاعهم. واختارها ساعتها وبقول له ضبعها لي فوق خالص. كده ترتيبها بقى فوق خالص. وهنا ممكن تنزل خطوة بخطوة او بتطلعه ماشرطا فوق خالص زي ما احنا شاكينه. مجرد بقول له او كي? هيبتيله ايه? يختفوا مع الرسم. ولكن برضو نفس الشيء عندي مجموعة نقاط ماشتغلتش معي. ليه? لان النقاط دي واخده ايه جميعا? زي ما قلنا قبل كده بتبقى واخده اما متغيرة بشكل يدو. فالحالة دي لازم فرضو. عام تليب كينيين عنيها ونقول له ونيجي في ونقول له ستايل وايه? يعني اجبر الستايل ده على كل النقاط اللي موجودة في الجروب دي. ايا كان هي واخد المصدر عاملين ومجرد انه بقول له اوكي زي ما انتو شايفين اختفت النقاط كلها العرسمة. لكن النقاط فعليا اختفت كلها المعيد من على الرسمة. صح وصح عشان اي اي نقطة وردة من شكلية ده او من يبتدي هو ورده يجيخ في هالي من عباسي. سمام? الحاجة اللي بعد كده عندنا الاستايلات مشتركة من المجموعات. يعني ايه? يعني على سبيل المسال بس انا نغير التالي. اه في حاجة لما انا اخترت مسلا في النقطة هنا انا اخترت انا هخليها كمام? فبيزهر لي الايه? فقط انا بس الوقت انا عبايا بحشي الشكل بتاعنا عشان ايه? تمام? وجيت مسلا في حاجة تانية في ال اي جي قلت له برضا انا عايزه وبقول له اوكي. بقول له دلوقتي واخد ال ايه? تمام? طيب انا حاجة في المنهول ده وقول له في بتاع ال ده هتدي والله اخلي الكتابة لونها مسلا ابيض. اعلم عليها كده وقول له الكتابة دي انا عايز لونها ابيض. ومسلا النوع بتاع التمامة انا محبي التمامة. وبقول له اوكي 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 اوكي. عندي ان الستايل اتغير هنا واستايل دي اتغير هنا. لهم اللي انا بغير فين? في المنهول بس. اتغير معي كمان في الاي جي. ليه? لان الستايل اللي احنا ما اختارينه ده. انا هنا بغير في الستايل مش الستايل الجروب لأ انا بغير في الستايل الاساسي بتاع الكتابة. او اي جروب تانية وامده نفس الستايل هيتغير معي بشكل اوتوماتي. لو انا حبيت اغير بس الستايل ده سعية انا ببتدي اخد منه كوبي. حلو كده وابتدي اعدل فيه بحيس يتعدل لي بس فين? في المنطقة اللي انا مختلع عليها. مش بنتعدل لي في الكل. ولكن الستايل بس ان انا مختاره ده. انا مفعله بالفعل على اتنين اجروبس مختلفة. بالفعل لو انا اغيرت في واحد اغيرت في الكل. ودي اللي هي ايه ان عملية من ايه الاستايلات مشتركة من المنوعات. لو انت اغيرت في الواحد اغيرت في الكل. اما لو انت بتعمل حاجة سبيشيال. بتعمله باسم جديد وبت ايه بتختاره النوايب ايه بتاع ايه بتاع اه بتاع البروب بتاعتنا. تمام? عندنا هنا طيب ده كده كان خاص بايه? خاص بالنقاط بشكل عام والايه والتيبس بتاعتها. اه طبعا زي ما قلت للمحادي ايه بشكل عام لتوضيح الامور بشكل عام للبرنامج السابق يعني مبراك عادي بشكل عام ولو انتدين ايفيدة جدا للموضوع. اما اغيرت تفاصيل اكتر موجودة عندنا في القناة بتاعتنا في جر بريند فيديو ستقدروا ترجعوا لها في تفاصيل اكتر من كده بكتير ولكن ده كده ايه عشان فمبدأين كده ان ناخد شوية اسئلة عن الموضوع ده قبل ما ننتقل الموضوع على الاسطوحة. لو حد عنده اسئلة انا مفتعد. اللي عنده اسئلة جماعة لو سمحتوا يعمل بايز ان شاء الله في الاخر. طيب اه اني بتاكده بالباشمونتس جمال محمد داوت. يا رجز هلدي دي فين ولا يعشنا روش ايه مع المشعب ما كانا فيه ما احشو. قبودة عدد. قبودة تحت المشتركين عدد. ايوة احت المشتركين عدد. ايوة احت المشتركين عدد. طيب ماشي. اه الرئيس هانت. طيب الانتين هو يعني هيصال في شكل كتابه ولا هو هيتكادم ولا ايه. انا بفتح ايوة 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 مش سامع معلش. انا بفتح له الكلام ممكن هو يسأل بصوت افضل. طيب ماشي مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يبريك لك عشان ديس. اسلام. ان شاء الله. 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 ايضا يا اين ذكرمل. لا اين ذكر الله. humid bajo闢ه السلام عليكم. السلام عليكم. عليه وسلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت هنتسأل النقطة بتاعة بس تاني اه ممكن تشراهها عالسريع? حاضر انا اي حاضر ماشي. طيب الـ على السريع. اه كلمة دي اللي هو تخطي الحاجة اللي موجودة فلو انا عندي على سبيل المسال عندي في المنهوز تمام كده? اه على سبيل المسال هجيب لكم مانهوز موجود. يعني مسلا ده مانهوز. هدي مانهوز ده هعمل كنترول واحد. وهختار له خاص. بصوا جماعا. لما بنيجي لانهو كنترول واحد. ما ده من بتاعه هنا يعني هو واخده زي وزي الجروب اللي هو واقف فيها. بالحالة دي هقوله رأي لعنة. اعمل هاي مسلا جاز برضي. مش حكل ديني خالص من غير الشكل ده موجود. تمام? يبقى كده ده شكل المنهوز بالعادي ده هو اللي هو نجحتي هنا للجروب بتاعتي. الجروب بتاعتي هنا شكل بين شكل البيزيك. حتى ممكن اغيرها مسلا هاخد ليها البوند دي. او ممكن اخد ليها حاجة اسمها الكاتش بيزن وبقول له اوكي. زي ما انت شايفين هنا المنهوز اتغير. واي ما هو منهوز اتغير. من انشي تتغير. في معادة مين? ان انا غيرتها بشكل يدوي. ليه? لانو دي او اغدتها شكل يدوي يعني مش هتتغير الا باليدوي. او انما اجبالها ان هي تتغير. عملية دي الاجبار تقول اي ايه? عملية الوفور رايدز. ببتدري يعمل كليك يمين على الجروب اللي انا عايزها. واقول له يعني اقبر كل ما هو موجود معايا في الجروب اللي انا فيها دي. ان هو ياخد الستايل اللي انا محددهوله هنا. او اللي انا محددهوله هنا. كمام كده? لان هو ده هو نفسه اللي موجود في اله موجود هنا. فدي دي بقى عملية اتغير. فانا مجالما بقول الستايل اللي انا عايزه اللي هو ده. وبقول له اوكي. البرنامج بيشوف كل ما هو موجود بجوه دي ويقتدي يديد لوا لاستايل ده رغم ان هو ممكن يكون ايه? رغم ان هو ممكن يكون مختار اهندوق تغييره بشكل يدوع. ولأنا ممكن يكون مختارة بشكل يدوع. لكن هو دولئت عمله عاملية اكبار ان هو اكبره ان هو اكبره ان هو ياخدognو اللي موجود هو في غروب داعت. دي فكرة ان هو يكبره ان هو ياخد الحاجة دي. كل ما هوقف كلمة يعني باي? ان هو بيكبرو ان هو ياخد حاجة. تمام تسلم عندسة. بعد اذنك عندسة. ايوا. النقطة الازهار. الازهار بيبقى بس الاول جروب فوق يعني بيظهر اول جروب والتان اللي تحته ولا ممكن ولا بيظهر كم جروب. حيلو السؤال ده. بس يسعدك دولي نقاط هل هي موجود كل ما هو اللي فوق بياخده الاولوية يعني دولي الالبوينت زي ما قلنا فيها كل النقاط. فيها المنهول وفيها وفيها كل شيء. ولكن انا عندي المنهول هنا. حلو جدا. اخد من شكل مين? اخد شكل نامعة هولو. لان المنهول هو اللي فوق. لكن لو ازهرت دي ورفعتها هي اللي فوق هو المنهول ده هياخد مين? هياخد نفس الشكل بتاع يعني هو بالترتيب بياخد من فوق لتحت. طيب اه في حالة لو النقطة تكررت ما بين اكتر من جروب نقطة الواحدة زي المنهول دي متكرارها مسلا هنا ومتكرارها هنا. هو بياخد الترتيب الاعدة. او الايه? او الاستايل الاعدة. اه نفس الشيء مسلا ترتيبها تحت. هي ظهرة معي هنا ولكن انا ممكن اخفيها من هنا. بقول له لأ انا مش عايزة اظهرها. هو مش عايزة اظهرها وبقول له اوكي. ولكن ممكن هي مسلا تكون على سبيل المثال هي موجودة هنا مسلا فيه? موجودة في الجروب ده. حلو? يعني هي موجودة في وفي نفس الوقت موجودة في بس انا لها فلتها في مين الاعلى? ولا الاي جي? الاي جي هي الاعلى اللي هي احترم الاي جي. خبلك يبقى هو بياخد الترتيب. لو انا قفلت الترتيب والنقطة دي متكررة في كزا جروب. هو بياخد حالتها في اعلى جروب. حالتها مقفولة يبقى تتقفل عالكل. رغم الان تانين مفتوحين ولكن لا هي حالتها كايزهرها على بسم بياخد بناء على ترتيب البوينت جروبس. كل ما هو فوق بياخد ايه? الترتيب اللي هو الاعلى. يبقى ازهار النقطة على الرسم بياخد الترتيبات اعلى لليه رغم ان هي ممكن تكون متكررة في عدة جروبات مختلفة. يعني دسة لو لو طلعنا دي فوق خالص. هي اللي لها اولوية الظهور? زبط جديد. يعني مسلا انت شايف انت المنهور شكلها ايه? والاللي بيه شكلها ايه? اه. انا عايز دي فوق خالص. اوكي? تمام? اتغير الشكل طب المنهور لان اعطي له شكل تاني. لا انسى خلاص. ليه? لان هي المتحكمة دلوقتي. هي الاعلى. فهي الشكل بتاعها هو الاعلى. انا كنت اقفلها. حلو كده? هي مقفولة. ولغم زلك ان هو ازهارها لليه? لانه هو المتحكم. هنا هو المتحكم سايزة. تمام تمام. تسلم عن دسة الف شوار. طيب. ايه سواء لحضرتك? اه بيقول لك هل يوجد طريقة لتقييم النقاط بدنا من رقم واحد لكل جروبات? اه يوجد طريقة لتقييم النقاط بدنا من رقم واحد لكل واحد لا للاسف زي ما قلنا اله احترس موجود الورقة هنا اسماء النقاط لا تتكرر وارقام النقاط لا تتكرر. ما ينفعش النقطة واحدة يبقى رقامة واحد يعني مسلا خمس نقاط او عندي خمس جروبات كل واحد بتتديد واحد 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 لا لان هي الفكرة كلها ان هم جايين في النقاط دي كلها متجمعها في جروب واحدة الاساسية هي دي اللي تحكم في ترتيب النقاط لان مسلا انا حاجة اقول له مسلا انا عايز اعمل نقطة رقم واحد يقول لي لم ينفعش عامل نقطة رقم اتنين لنك ما ينفعش. على سبيل المسال احنا نفس ملف ده هتدي اعمل مسلا لنفس ملف ده تاني. مجرد ما بضغط عليه وبقول له هنا ان انا عندي دور ملفك رقم واحد تقريبا طرح كده. او الانجي اللي سولي ناس. كان اسمه انجي. حلو النقاط نفسها هي وبرضا هنه هاخد نفس النقاط. نفس الشغل بتاعي او هشاب مسلا احنا سبيل المسال واقول له اوكي. بصوا بتظهر معك مباشرة هنا 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 في يعني النقطة دي رقمهم اتكرر. فبالحالة دي البرنامج يديد لك مجموعة اوبشنز. اي ما بيعمل لك يعني هيقدارك اه سوريا هيغيار لك العديمة بالجديدة او يعني هياخد اقرب تسلسل هو جاهز بيه وتكمل لك. زي ما احنا شفنا احنا كمنا لغوال الف واحد. هيتي دي اخد من الف واحد الف واثنين الف وتلت. رغم من النقاط دلوقتي هي نفس النقاط. نفس التفتيق سوريا نفس الاحتزائيات. زده وتفاصيل ولكن هو هيرقم الترقيم جديد. الترقيم سوريا المتتالي دي. لكن نفس الترقيم بتاعت ما ينفعش. يعني ما ينفعش ناخد نفس نفس الترقيم الواحد ده يبقى على كل. انت بقى ممكن بعد ما تخلق للاكسل بتعدي في الاكسل مفيش مشكلة. لكن جوه البرنامج لأ. طيب اه الا رشمانت السيد. السيد العزام فضل. ايو ايو. السلام عليكم. عليكم السلام وبركات. ازاي حدوك بشمانت. انا بقى لحدوك بس هو قابلتني مشكلة مرة. ان انا كنت اه في فيرشان الفين وساعتاشر. اه. كنت ما باجي اعمل جروب. واجي اخدو النقط من بره. اوتوماتيك بتخش عليها نقط تانية جوه البرنامج. ما معرفتش ايه سببها. انا اضطريت ان انا اخد الفايل بعد كده فروم فايل مش بنزل نقط على البرنامج. تاني يعني انا انت جاءت عملت بوينت جروب مسلا وبتعمل انسلت لانا خلق بوينت جروب ده. بالزبط. خدت نقط تانية غير اللي انا محددها له. كانت موجودة في الرسمة. مفوض البوينت جروب Brasil. ما دت مجدده با اكوان معينة؟ ايه. من غير اكوان من غير اكوان. إيه. بس. هل اه لو دي كانت جديدة ولا قديمة؟ لكن جديدة كنت بعمل جروب جديدة. بالنسيرت. اوه غريبة لان هي ب الأشانيرة لانا انا انا استغربتها بصراحة استغربتها. عشان كده انا لملاقيتش حال ديها غير ان هو اه اه اخد اه اه مش اخده نقط. بس هو ما بدأين بص لو جده لو لسه عندك الحالة دي موجودة يعني عندك الملف فدواتي. الملف في السيفل المفتوح. ابعتهم لي على الخاص ففيش مشكلة شكرا وغربها وقال لك ايه موقف. خلاص مش مشكلة بكرة ان شاء الله يبعطوا الحالة لك معندك شو مشكلة. شكرا. 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 عليكم. عليكم. سلام. مشكورة ايش مهندس على الشرح الوافي. انا بس عندي استثار هل ممكن نعمل امبورت للنجاب دي والكوردينيات ما لها. اه. بانه مسلا نخش على مباشرة وبعد ذلك ننزل كل وكل زي ما بيحصل مسلا في برامز. يعني يعني طريقة بديلة طريقة بديلة لاستيراد النجاب غير انه انا احولها من من الاجزل تمام بالطريقة اللي اذا انت تتفضلت وشرحت هالي. هل ممكن في في السيفل سري دي اني اربط معا اتصالات مابعة على طول في الصايت وادخل على المكان انا داير مثلا لو عندي طريق. اه. داير اعمل رفع لكل الموجودة في مثلا. ايوة. وكل المثلا الموجودة حولينا الطريق. تمام? فهل في خاصية ان انا يعني اه دي السؤال الاول. اه اعمل الحاجة دي. السؤال الثاني في حالة الكوردينات. يعني مثلا احنا نستغل هنا مع وزارة الاسكان. طبعا. هما الكورديناتة اللي بيتخدمها الكلارك. في حين انه معظم الداتة بيجيبها لنا. حال. فالتحويل بين الكورديناتة للنجاب دي برضو مهم. طيب. دول سهر لتك. دولتي بخصوص الجزئية اولى. اه عملية اصدق عملية ادراج نقاط من الاجهزة المساحية بشكل مباشر عندك على الجهاز. مزرور كده تمام? بس اوه مبدئيا البرنامج بيتعامل زي ما احنا قلنا من كزا جهة على اساس الانبورت بتاعته زي ما انت شايف هنا على الشمال. دي الانبورت الداتة بتاعته الاساسية. ولكن على حسب نوع الجهاز بتنزل ساعات موجودة ودائما بتلاقيها في التول بوكس هتظهر لك بعد كي هتظهر لك في التول بوكس دي. زي مسلا برنامج لايكا وبرنامج اصري اه شركة لايكا وشركة طوب فون وشركة اه تريمبل كل واحد ليهم اه انتيجريشن زي ما نسموه ولكن ده بتخش على الموقع بتاعه وبتشوف الموقع الشركة المصممة للجهازة لانتش اجد بيه. دولهم عايز انزل الانتجريشن بداية لك. ينزل لك يا اما بشكل قيمة موجودة هنا. يا اما بشكل مين? بشكل اه اه حاجة في التول بوكس هنا. وساعاتها بيعمل ما بين الجهاز بتاعك. والجهاز الجي بي اس. ولكن صراحة انا مشتغلتش بيه انا عادة بشتغل بالملفات. ولكن بالفعل هي في الانتجريشن دوت. بحيس انت ممكن من اه من اه من الداتا بتاعت هفرة كلها. هل انت وانت حاليا وانت قاعد في المكتب. هل بتستابل الداتا في شكل فوري? ولا بتترفع وبيتجي لك? بتترفع وبيتجي لك. انا بص هي الفكرة قولا ان الاجهزة المسيحية عادتها لقد دلوقتي لسا ما اعملوش ان انت الرجل يرفع في الموقع وفي نفس الوقت يحصل او رفع على كلاود ويجي لك في ساعة. غالبا دي لسا مش موجودة. لكن لو يعني مسلا لو عندك اكاونت اه في الشركات اللي بتدي صور للاستقلاعيس ماب بديت دي. تمام. تقريبا الخاصية دي موجودة لانهم قول رادي من بتكون نازل لكل. اه 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 انا لأسف مصادفش اللي انا اشتغلت عليه اولاتي زي ما بقولك. كل الشركة دي مع دي بيدينا قيمة بالحيس ان ده تتعامل مع اجهزته اجهزته مع بشكل مباشر. اوكي اوكي. كده ده الجزء الاول. عما الجزء التاني انا بالفعل شرحته بالتفصيل اللي هو وانزمت الاحساسات العالمية. شرحت ده لديوهات بالتفصيل عن الموضوع ده. ازاي رخب واحدة ازاي تعمل ادراج للنقاط بتاعتك في حالة او النقاط بتاعتك بشكل خطوط طول دوئير عرضة او ايا كان بتاعها. وازاي في حالة لو انت عندك اتنين مختلفين. انت بتدري انت عندك مسلا انت بترفعه. تاني انت عايز تزرق داتا عليه. الاتنين يتعاملوا في روحة واحدة. الروحة واحدة فيها اتنين. حيس انت النقطة اللي تعملها يديك احداسيها على السيستم الاول كان. واحدة سيعة السيستم التاني كان. ده انا شرحته بالتفصيل. هستعزينك معايش تلققها على قناة عندي. عدقى ايه معايش هعملتع بس كده سريعا. تمام. اول نجواز والصبط ايه اسمائي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها انا بص عرضك اتلاقي اهو انزلت الاحتساس في برنامج سريع دي. دي اعتلاقي في انت دروس بيغطوا البنطقة دي كلها ان شاء الله وبيتفيدك بيزن الله. تمام تمام جميل جميل يا رسمان ديت. الف شكرا. الف شكرا. الف شكرا. جزاك الله وخير. معك. حضرتك في سؤال اخير بيقول لحضرتك لو في حالة حزف جروب نقاط. اه. بس يا ميد دروقتي حزف الجروب حاجة وحزف النقاط اللي جوا بجروب حاجة تاني. اه على سبيل المسال انا عندي مسلا جروب الاي جي. انا عملت كليكي مين والترو ديليت. حلو كده وقولت له اوكيب. هو هنا لغالي الجروب. ولكن نقاط الاي جي زي ما احنا شايفين موجودة عندي في الرسم. حلو كده? اما لو انا دخلت على الجروب نفسها. وقولت له النقطة دي مسلا رقم سبعة دي. او النقاط النقاط دي كلها اخترق. عملت كده عن مين? وقولت له مسلا سيليكت. واللغيات عملت له ديليت. كده اتلاغت من اللايت بول واتلاغت من اللي هي الاساسية. يعني لو ما اجي الغي ما الغيش النقاط من جواه الغيها نفسها. الحالة دي انا عايز الغي معينة. زد تاني يعنيش زد. يبقى هنا هعمل كليكي مين على وبقول له دليت. ما فيش اي مشكلة فيها. مش هيحصل اي شيء للنقاط. لان النقاط موجودة في. اما لو انا لغيت نقطة من على الرسم. او من جوة او من جوة سولي للبوينت جروب هتتلاغ من الرسم الكامل. وفي بابدو كويس من الجزئية دي. حالة لو انا على سبيل المسال حصل اي تغيير في النقاط بتاعتي. يعني مسلا الال في ده. انا هجي مسلا على نقطة كده اعمل له ايه? اقول له دليت. وبقول له اوكي. زي ما انت شايفين ظهرت لي معايا هنا زي ما احنا قلنا كده ان برنامج السبل اه واعي اول درجة ان هو بيعمل ايه? بيقول لك اي تغيير اللي بيحصل معاك في الرسم وفي نفس الوقت بيجيب لك الميكيشن علينا. زي ما انت شايفين ظهر معايا مين الشكل ده. لو فيه علامة استفام. ان حصلت حاجة هنا. ايه هي الحاجة دي? اعمل كليكي يمين عليها وبتقول له ايه التغيرات اللي حصلت? هيجي يقول لك والله انت عندك النقطة رقم سبعة في نقطة رقم سبعة دي تشالت. عشان كده احنا دائما بنقول لما بيجي نشتغل انا بشوف النقاط. زبطت انها معاملت جروب تمام? فابتدي ارفع دي الفوق خالص وخليها مانومان. ليه? عشان مش بالصدفة هبتدي ممكن اعلم على نقطة على سبيل مثلا انا مرسم خط في جنبها. والخط ده طالع غلط فانا حابتلي ايه? اعلم على الخط والغين. فبالصدفة انا اخدت مين? قدرا كده اصول ايه خدت مين? خدت نقطتين معاي. لو عملت دي ليت النقطتين دول حيأسروا معاي في المشروع كله. ممكن يكونوا نقطتين في قبل طبعية او في سطح فهيأسروا معاي. تمام كده? فبالتاني انا اعمل ايه انا دايما بعد ما بخلص حاجتي من النقاط فبقول له ايه ايه في الهاتف? او ان انا بعمل حاجة كويسة جدا ان انا بعمل كليكي مين على ال وبقول له ايه? بقول له كده النقاط بتاعتي غير قابلة للتعديد. غير قابلة يعني ايه غير قابلة للتعديد يعني النقطة بتاعتين او انا جيت شلتاها. من مكانها زي ما انتشافين انا بحاول اشيلها اهو مبتتشلش معايا. ليه? لان انا مقفولة خلاص? وكاحدثياتي. بكده حتى لو انا حاولت الغيها واقول له مش هيرضى يلغيها. يبقى اما قفلها لو انا عايز ازاها خلالها في الرسمة زيما هي. يبقى يفضل انا عامي علاجة كليكي مين وبقول له. وجزا ما انتشافين تحت على الشمال علامتي بقى عليها علامات crisis كده اللي هو ما النوع الدخول يعني ان هي اما مش هتتغير. انا عامل كليكي من وبقول له كود اللي قدر اغير فيها زيما ان اهول. يبقى لو انا عايز ازNews على الرسمة يفضل ان انا عامل لها لو انا مش عايز ازايا الرسمة وده يفضل عشان البرنامج طبعا كل ما من الحاجات اللي ظهر على الرسم كتير. البرنامج ده انا عايق بشكل كبير. بس عايقها لك بتعبيرك لك يمين وبتقول له بتاعتك وبتقول له نان ونال اللي هي وبتخديها فوق خالص بحيس يلغي لك. يخفي لك كل النقاط من على الرسم. اه. اه. انا اكتر كده لانك. عدنا اهنا اغم حضرتك للصوت شو. ايه. انا بيه? اه. بسأت البول لو فتحت الاسئلة اكتر بتاعي ممكن اتخرك. اه معايش انجاب على سؤال واحد كده ولا حاجة وبعد كده ممكن في الاخر خالص نبقى انجاب على اه. اه معايش السؤال بسيطة رسولي ايتي ام. اه افرد نفس الاسئلة بزيون اي ده غير معنى علم الارقام بها هنا. اه لا لا استيز الوضايبوس ده معايش هستازنك يا محمد عبد الحميل. الاسئة السؤال ده على الخاص فانا هنشاء الله اجاوبك عليه. هلو كده? اه محمد خليل طب صليع معايش استازنك محمد الخليل عشان عنده سؤال ضروري. خليل شاقره صوت. افضل ايه? محمد الجاهد. كيفك مهندس? شو اخبرك? الحمد لله تمام الله خليل. تمناعناك شواله بخير. لو سمحت اه بس عندي اكس سؤال ضروري. اه اذا انا عندي نقاط على اكس طريق تمام? اخيرا نتبرش خمسين نقطة. وانا بدي طلع داتا للشباب بالموقع. بدي بدي مقابيل كل نقطة يمين ويسار تربون دي كلر عليها يعني يطلع اه فهمت اصدقى انا افصى ثلاثة متر يمين ثلاثة متر يسار. فبدي ايها تطلع مقابيلها تربون دي كلر مشان ما اعمل كل واحدة بوحدتها انه في طريقة اعملهم كلهم بعض? اه في او في طريقة اعملها اه بس في كازة طريقة بس اه طيب ماشي. يعني انت عندك ان قاتل على السنتر بالزبط وعايز هي نفسها تيجي مين وشماد? بالزبط بس يعني يعني عرفت ليلة انه وقت بيكون بيكون. او انا بس الستيشن بيكون نفس الستيشن لان انت ساعتها هتحتاج ان يكون فيه في الرسم. بس اذا بدك هيك اوكي. اه شرط ان هو يكون في في الرسم. طيب اعملها لك سريعا كده بس. بس بيطرات سريع. اللايمنت سريع. انا استعزانكم معيش ايه مش هتاخد دي جيهة اه دي لازم يكون عندك اللايمنت زي ما وطنك ايه? معرف في الرسم. تمام? لكنه مسلا اللايمنت طول مية متر. حلو? وهحط شوية نقاط. اه هل انت عارف الريدي الاحدثيان بتاعتها دي اه سوريا الستيشن بتاعتها كم ولا مش عارف? اه اوكي اعلم ما فيش مشكلة. طيب خلاص يبع تجيب خلف اكسل جديد زي كده ماشي على سبيل النسال. انت عايز على ستيشن مسلا اه عشرة حلو? اه والافس بتاعك مسلا نايس عشرة. تمام? وعلى ستيشن بابده عشرة. عايز بين الافس عشرة. بانت كده عايز عشرة يمين وعشرة شمال. حلو? حلو? عايز كل عشرة متر الكلام ده. اقوله مسلا هنا عشرين. اول ان انت تنسى بطول يساوي النقطة اللي فوق. حلو كده زيت تلقية عشرة متر. ونسحبها شوية كده تحت. حلو? ودول نفسهم. وانا قيد عندي ايه? الافس نايس عشرة. ستيشن عشرة. افس عشرة. افس عشرة. تمام? كده كده يمين وشمال? لو عايز تضيف الصفر ممكن تضيفهم مفيش مشكلة. اي عدد افس سندال العايز هو عبدو بنفس الشكل. برضو ستشن عشرين افس نايس عشرة ستيشن عشرين. وهكزة. ودول هعتاخدهم تقول له. او برضو نفس الشيء. اعتامل برضو النقطة الجولة اللي هو الى اعتبار من الاسطشن و الافسيت. الاسطشن والايه? والافسيت. دابل كليك. كيبه انا نجدها معايير الاسطشن بتاعتي والافسيت اللي انا عايزه بالترتيب اللي انت عايزه. طبعا طبعا بالترتيب اللي انت عايزه. اتاخدوه الابت خطوة. ملف التكست اللي احنا عاملينه برضو هنسميه. انجل. يعملو ايه? حفز. تيجي عندك في السيبل. تمام? كل ما هونالك اللي انت بتقول انا عايز اعمل مرتبطة بالالايمنت. الالايمنت ده محجيب الداتا من خارجي. تمام? وبتختار له الفايل اللي هو على الدسك توب اللي هو الفايل. فعندك هنا مجموعة حالات. بص هنا تحت جدا هتلاقي في مجموعة حالات. الحالة بتاعتي دي انا جايب له الداتا عبارة عن وافسط فقط. تمام? فبكتب له الحالة بتاعتي اللي هي رقم واحد وبقول له انتر. فبقل لي انفاصل ما بين الكتابة والكتابة ايه? احنا عامينه كما. صح كده? ثم نختار له الحالة لقم اتنين وبقل له انتر. فهو بيقول لي عام لك محدد فبقول له لأ مفيش لامت. فبيقول لي اختار الالايمنت. فجرد ما بختار الالايمنت. خلو كده. عشان هو عايزة يختاره بس. تمام? يبقى دهني معاليش اهي. هدي من هنا البوينت اللايمنت فرون بايل. وبختار اللي هو الان جي ال. تمام? الحالة بتاعت اللي هي رقم واحد. والا انا الشغر بتاعي الكاما اللي هو رقم اتنين. وما فيش لامت. هدي الخط بتاعي. زي ما انت شايف زهر معاك مباشرة النقاط على استيشان عشرة هي. والافسل بتاعك لو انا جيت خط من هنا. اهي. العشرة كان العشرة من. حتى لو احنا خدنا خط بتاعنا وانا انا عايز اشوف نقطة دي. وبستها كان. اهو. هيقول لك دي على استيشان تلاتين. والافسل بتاعها كان. والافسل بتاعها عشر. وبعتلي ان قد طبعا دي زهرت معاك في بتاعتك هنا. وترتيبها نفس الترتيب اللي انت برضو ايه? اللي انت برضو ايه. يعني نقطة الاول واحدة ان هي دي. اللي هي اول واحدة اللي انت دي. العشر من دي. فلنكون وصلت. وطبعا انا شرحتها برضو دي فيديو تقريبا انا ما اتذكر استخدام بولده بعض دي حتى الخاص واقول لك انا فيديو بزبط التعامل دي. بس دي كده خلاص طبعا اتلعاك الناقاتي مين وشوما تقدر تستخرجها وتشتغل بيزا من التعامل. طيب هستخدامكم معيش ان احنا دي طلبة ايه? اه. وفي حاجة تانية عددنا حضرتك السؤال ده في ممكن تضيفه للسيفل انا حطت رابط بتاعها. لو ايه في النم? في برضو ممكن استخدامه. اه بالضبط للسيفل ده حط ده بتفهم انه انا رابط بتاعه انا حطت اه فيه تطبيق مساعدة وفيه حد تاني ما نعمل تطبيق مساعد صح? ايه. الظبط هو ده. ما هي هو ده في ناس بعمل الاسباد وضع انا من محبي صراحة لانا مستخدم عشان ينفتها كلها انا ممكن اقعد في اي على اي جهاز ويقول اشتغل واعمل. فاللو ايه? احنا بناخد البيرزة بتاعت البرنامج نحاول نشتغل بيها. طبعا طبعا بتساعد جدا. حاجة لو انت بتشتغل كتير على الجهاز وعلى جهازك الخاص وقت بالك او جهاز تبعي الشغل. لكن لو انت عادت في مكانه وقالك اشتغل فعرفنا الحل وقلط. يبعنا عرفنا الاساس وبعد كده نستريح بالنسبات وما الى ذلك. خلاص. مش هو عنه اه اللي هو اللي ايه طبيعي اللي انا بتشوفه صحيح وقت عملت حتى عمله شير على الجروب عندنا امريكي. خيب احنا كده عايش طولنا او في اللقاء بس ما قد ايه ما هنخش على الاسطح. هي اهم شي طبعا ان خطوة الاسطح. هنبتدي ندخل على الاسطح عشان نبتدي في ايه في المعمعة بتاعتنا احنا. اه بسم الله الرحمن الرحيم انا مش عايز برضو دي. احنا عايزين لك. خيب الاسطح ايه هو الاسطح بالبساطة الاسطح هي اه تجسيد لما هو سواء ارض طبيعية او التجسيد لسطح التصميم اللي هيتمي بعد جدا. يعني ايه تجسيد? يعني دلوقتي الناس بسم الله ما شاء الله رافعوا في الموقع ويقولنا الداتا بكل شيء. الداتا دي تمثل ايه عندي في الطبيعة او تمثل ايه في الشغل انا معرفش. لازم بعمل سطح سلاسي ابعاد للداتا دي عشان اشوف شكل الارض الطبيعية ايه وابتدي اتعامل معها وابتدي اصمم عنها سواء طروس او ايه حساب كميات او ايه كانت الخطوة اللي بعدين. طب ايه هي المعايير بداعة الاسطح نحن نشتغل بها. مبدأين نشوف ايه هي الاسطح وايه طريقة عملها. الاسطح قيمة الاسطح زينا مشاكدين هو اللي ممكن تعمل كبير سطح من ملفات اسماء دي ام اللي هي ديجتال اه ممكن من مجلازين. انا بعمل الاسطح مين? ايه موجودة طبعا معنا هنا في البروسبيكتور تاب. على اليه صار. الارض بتعمل كليك يمين عليها وبتقول له ونبتدي نشوف الويندو اللي ظهرت لنا ايه. او بيقول لي والله انت هتعمل نوع ايه? عندنا هنا اربع عنواع. اللي هو ليه المسلسات. عندي دي اللي هو هياخد النتا بتاعتك ويبتدي يعملها بشبكة مربعات او مستطلات زي ما اغلب ان شغلت مربعات زي ما انت هتحددنه. يعني لو اخترت له هنا. يقول لي او في الاستجام وفي الواي جام. ولكن لا لا يفضل استغرام الطريقة دي لان هي المشكلة ان حواف بتاعت السطح ايه. مسلا عندي زي ما انت شايفين حواف السطح هنا هتبقى بشكل مسلس دي مش هتيجي معاك في دي في الاسطرة. ايه وفضل ان انت بتستخدم ده ان احنا بنستخدمه عشان يعمل لي شبكة مسلسات على كل النقاط اللي موجودة معايا في الرأسك. تمام? هو بيسألك هنا النوع ده وانا عندي برضو الفوليوم هنا اللي هو سطح الكنية يعني بقى نرجع له بعد. اهم شيء دي رأيسي اللي هو اللي عادي كلنا بنستخدمه اغرب الناس بنستخدمه. وهيكون السطح دوت في اسمها سي توبو. طب انا حبيت اغير السطح اللي ار دي مجرد ما تلغط هنا. بتبتدي اهمة بتختار اللي او ان انت بتعمل ايه? بتحط كتابة قبل الكتابة دي او بعد الكتابة دي وبتقول له الكتابة دي والله عن سامية مسلا انش داش اتش مسلا. انه كده فهتبقى سي توبو داش اتش وهيعمل لي لير جديد بالمسمة ده. تمام? الحالة دي هخليني ايه? زي ما انا زي ما انا عاملها. لان احنا زي ما شايفين انا باختي نقاط او بازهر نقاط او باختي اسطح واعمل كل حاجة بدون الرجوع لمين? مش زي الودوكات. هنا ده بتحكم كله من خلال الاستيضات. فاللاير مش هتهم بقوي معي في اللغة الحالة. باي. هنا بيقول لي السطح بتاعك هيبا اسمه ايه? عم ساميه هنا مسلا للاكزيستن. ده من جده. الديسكريبشن بحيطه انت عايز تعمل له اصف. وهنا بتاعه. هو هني هنا عندي حاجة اسمها. تنين متر انت عشرة متر. ولو اه دا قطي هنا هنلاقي هي كل ما هنالك ان هو ده الفاصل ما بين الخط والتين. في الحالة اتنين لعشرة يعني اتنين كل اتنين متى هيحط لي خط. والعشرة ده اللي هو الخط الماينور. الماينور اللي هو الخط الاساسي. والماينور اللي هو الخط الايه السنوي اللي معاه. ايه اما بالواحد لخمسة على زيك ان هو هيكسف لي هنا خطوطه الكندور هيخليها لي كل متر او اتنين لعشرة او خمسة لخمسة وعشرين على حسب طبعا ايه التغييرات اللي موجودة عندك او التفاصيل اللي موجودة عندك في السطح. طبعا انا ممكن اعدلها طبعا ممكن تعدلها وممكن تخليها كل سنتي او نصو سنتي او كل مدن زي ما امتحب. ايه فرق من الالواني? فقط. يعني انا عندي هنا اتنين لعشرة ديزاين واتنين لعشرة ده فرق الالوان ليس ايه. بالحالة دي انا هاخديني هنا اوات ده هو واحد بخمسة ديزاين. تمام كده? طبعا في انواع تانية انا بقى نرجع لها ايه? بعدين انشاء او الضال. مجرد او بقول له اوكي. وبقول له اوكي. طيب. هو عمل لي سطح هنا. انا ما اعطلو اسم السطح ده اسمه. طب في السطح ده فين? لا ما تلاقيش. لان انتها السطح عملته بدون تفاصيل. بدون بيانات. البيانات اللي موجودة معايا من حالين اللي هي من ازا انا الناس كتير بديعملو للأسف اللي هو بيعملو في الحالة دي انا نزلت النقاط ده الملف الاولين خالص نزلت النقاط دي بدون من ان انا احطها في جروب. فالف بي شغل على ما تعملش سطح ارض طبعية او اي سطح اي ان كان من نقاط يعني ايه? دي السطح نفسه انا عايز اتدي اخلاه او اعمل اعمل تفاصيل من السطح نفسها. فابتدي ارغط على علامة اخذ زكة دي فجمب اسم السطح. وطيق ilgili على كلمة الدفينيشن ان هو التعريب او التوصيل بتاعه وحيبتدي يعني والله انت عندك الدفينيشن بتاعه التعريب عندك كزا حاجة. في الحالة دي انا عندي هنا الانت عند. عن دي الكون تور عندي الحاجة كتير اللي قاله دي انا عندي ان نقاط اللي عندي اللي موجودة في الرسم هبتدي عن منها خائط دي. فلو اعملت یللي عليه يقوله اد. هو بيبتدي يشوف كل اللي موجود او اللي موجودة عندها في الرسم. يعني هو بيتعامل بالبوينت مش بالنقاط نفسها. ياخد بالنقاط اللي جوها. تمام? فلو انا قد له هيبتدي اعملي سطحه وكل شيء ولكن مشكلته في حالة لو انا عندي سطحة ارض طبيعية وبعدين هعمل سطح تاني تصميمي فوق منه. فلو انا عمل تعمل كده اي نقاط هتتعامل في الرسمة هتخشيلي في السطح وتغيرني معالم السطح. طبعا ده يعني ايه بيودي الكويرس بعد كده. طبعا في الحالة دي اعمل ايه انا عندي الوضع اللي انا في ده ومعنديش جروب للنقاط دي. ابتدي اعمل زي الباشا كده اعمل وقول له انا عايز اعمل جروب جديدة وهسميها دي. بغم ان هي ممكن ما تكونش بدون كود ما فيش مشكلة. في الحالة دي انا هعمل او اعمل ضغم للداتا تي كده. وبعمل على وبختار له بقول له يعني انا هختاره من الرسمة وبعلم له على كل النقاط اللي انا مهتلمة بيها ان هي تخش معاك في جروب ده السطح. وبقول له انتر. وبخلي شكلها زي ما انا عاوز في الحالة دي انا مش عايز كده بات. وهخلي بس الشكل اللي هو وبقول كده هو عملي اسمها اي جي. لده اضمن كل النقاط اللي انا اخترتها له على الرسم. تمام كده? حلو. هبتدي انا اعمل دي بقول له اد اللي هو صوري ايه بقول له السطح اللي هو بقول له اوكي. وبانا كده عملت السطح بشكل سليم من المكان بتاعه السمي. تمام? زي ما انتر شايفين السطح بتاعت عمل وكيش اي مشكلة فيه. حلو زي ما انتر شايفين خطوط كونتور كتير وكل الشيء والنقاط بينات. هل انا محتاج النقاط في حاجة دلوقتي? لا مش محتاجة. ايب هعمل عليك. وبقول له وبقول له انا مش عايز اجريت. اشوف بتاع عنان وبقول له اوكي. كده انا لغيت وجود آآ النقاط من على الرسم ولكن طبعا موجودة هي فين? في قاعدة البيانات. حتى دي بس معاشي انا هرجع تانية. اه زي ما قلنا. اي تغير بيحصل في اي حتة بيأثر على الكل. تمام? زي ما انتر شايفين مسلا على سبيل النسان احنا اخبر نقطة لتكون مؤثر النقطة. زي ما تشوفين في اخطوط كونتور حوالي منها. لو انا جبت النقطة دي تمام? هل السطح هنا حصل فيه اي تغيير? لا ما حصلش فيه تغيير. ولكن السطح حساب انتم شايفين هنا مخوش اي مشكلة رغمينا. انا شلت نقطة مؤثرة عشان عاملة مين? عاملة آآ آآ خطوط كونتور حوالي منها. ولكن حتى الان البرنامج بيقاليش ان حاجة حصلت في السطح. ليه? لان اللي حصل مبدأيا فيه الاول في النقاط. فهو البرنامج قال لي خد لك حاجة حصلت في النقاط. دعم تلكي مين وتقول له. قال لك ان النقطة دي تشالت. فلو انا عارف وانا متأكد خلاص انا مرتضي بالنقطة دي تشالت. لازم اعمل له وقول له خلاص. اعمل على هزا الاساس. نشوف كده مع بعض مجالب ما هقول له كلمة. بس السطح حصل له ايه? ظهرت معي مين? ظهرت معي المشكلة انا. قال لي يعني السطح بتاعي بقى اوض اف ديت. لكي مين عن ايه وبقول له ايه? وبقول له بتاعته. تمام? وباجي هنا في عن لا ان هي اللي حصل فيها المشكلة. طب انا اخراس انا قريدي عرفت ايه اللي حصل في فبالتالي لازم هيسمع هنا. ولكن البرنامج زي ما انت شايفين لسه حتى الان معمليش التغيير. لان زي ما قلنا بتاع البرنامج ان هو ما بيعملش اه تغيير للحاجة الا لما انت بتقول له عليه. الحلقة دي انا عرفت ايه التغيير اللي تم فوق فقولت على اساس هو ابدات. فهنا انا عرفت ايه التغيير اه اعرفت ان التغيير حصل في اه في فلازم هيسمع معي مين? اه يتأثر معي مين السطح بتاعي. فسوى حتى الان لن يتأثر. مجرد نعم كليك يمين ان هي حاجة اسمها ري بيرد. فعندي هنا الاختيارين. ري بيرد العادي دي بحاجة لو حصل اي مشكلة تاني بيزهرني هنا وباجي انا اعمل له ري بيرد. يعني اعمل اعادة بناء للسطح. اما لو انا حبيت اخليها بشكل اوتوماتيك فبقول له ري بيرد اوتوماتيك. ففي الحلقة دي انا لغيت اي حاجة فوق في البوينت دروب. مباشرة هيغيرها لي في السطح. لان السطح وليه مرتبط بي مين? بالبوينت دروب. فانا لا افضل عملية الري بيرد اوتوماتيك. انا احب دائما اشوف المشاكل فين عشان متحصلش المشكلة. عشان تعرف ايه موقفها. ونفس الوقت تغير لك كل العناصة اللي مرتبطة. بالحاجة يقول له ري بيرد. اختفى معايا مين? اختفى معايا ايه? الكونتور اللي كان مباشرة. ليه? لان انا انا غيرت النقاط من فوق. وغيرت عملت ري بيرد. احيانا انا مبعملش بس ايه الريجن بتعمله الريجن يجدل ايه? يعدل معاك مباشرة. فلو احنا وانا النقاط دي كانت مؤثرة مسلا في كميات في حاجة بعد كده كتا تحصل المشكلة دي. عاسبين نفس النقطة دي اعمل لها تمام? اقول له هنا اوبديت. وبقول له هنا ايه? زي ما تشايكين اختلف شركة الكونتور تماما? وعلى اساسه بتختلف مين? كل المراحل اللي بعد. تمام? فدائما زي ما احنا قلنا لو مسلا النقاط انتهنا منها بنقفل بتاعها ونقول له اوكي. فدائما عينينا على تاب هنا عشان لو حصل اي ايه? حصل اي تريد. يبا احنا كده عملنا السطح بشكل اساسي. طيب. هي الفكرة كلها ان احنا عايزين نعمل ايه? عايزين اولا نبين مكونات السطح دي حصل ايه? زي ما انتم شاكينه مجرد ما انا اخترت السطح بدأ يظهر معايا في التاب اللي فوق قال لي السطح بتاعك ده نوع اسمه ودي البيانات او دي التولز اللي تقدر تستخدمها في السطح بتاعك. تمام? طيب. اه انا عايز اشوف شبكة المسلسات اللي السطح بنى عليه. اللي السطح بنى عليه. هنزهر بنقفل اتنى ايه ناشى هسترزنكم. شاهدوا نيعا كده. تمام? طيب. ده كده اخطوط الكونتور ودي النقاط اللي انا بنيت عليها. عايز اتسلل شبكة مين? شبكة المسلسات. اي ازهار اللي خاص بالاسطح يبقى في السطح بتاع السطح. السطح ده اجيبه من مين? مجرد ما انت تضغط على السطح من هنا. او بتختاره متاعك يمين وتقول له. بيجيب لك السطح بتاعك بتاعته ايه? الحالة دي انا عايز السطح. فقال انت هنا شغل من واحد الى انه واحد خمسة تمام? لو انا ده اغطره هنا علامة ايه? علامة انا والرقصاص زي احنا متعودين بتضغط على علامة القصاص هنا بيبتدي يجيب لك التاب دا دا. التاب دا فيه مجموعة حاجات كتيرة زي ما احنا شايفين. هنا انا بعدل السطيل بتاع السطح. فالسطيل السطح زي ما احنا شايفين انا هو اقول لك واحد لخمسة كونتور. فهو ايه. يعني هو شغلات من واحد الى خمسة. حبيت تعدي حاجة في الكنتور. روح على التاب بتاع الكنتور. حاجة الكنتور هنا لو احنا جينا نلاقي هو الكنتور قال لك كام? نفتحها شوية. قال لي واحد الى خمسة. لو انا حبيت اعمل بقى سطيل جديد مسلا اه عايز اعمل كل اتنين متر ونص عايز اعملوا كل نص متر ايا كان فبتدي اعدل من هنا. تماما اعمل كمان شوية. تمام? ولكن اللي يهمني دلوقتي انا عايز اصير تفاصيل اكتر على السطح. التفاصيل الاكتر يعني عبارة عن آآ ليارات اكتر. اللي يارات فين؟ ليمن في قائمة الديسبيلين بيبقى اللي اللي موجودة عندك. اللي بقى المعاية دلوقتي زي من حاجة اسمها اللي هي الحدود الخارجية تحت السطح. الحاجة اسمها اللي هو باللون الاخضر زي ما احنا شايفينهم كده. والحاجة اسمها اللي هو اللي ايه اللي باللون ان ايه عطاك الدورة امشي تقريبا وحاجة زي كده. تمام? ايه تاقي انا ممكن اظهره? ممكن اظهر حاجات تانية. اللي هي شبكة المسلسات. اللي هي البوينت بتاعت السطح نفسها. طبعا انا ظهر بالفعل البوينت هنا. لأ البوينت اللي موجودة هنا دي البوينت بتاعت البوينت جروبس. دي تختلف عن البوينت بتاعت السطح. وعن نشوف ايه اللي اختلف منهم وبين معادي. تمام? وفي مجموعي حاجات تانية زي الكلام ده كله خاص بالاناليسز او عملاية التحليل للسطح. وبرضه عن افتاحه مكش مشكلة. ولكن هبتدي الاول بالتريانجز اللي هي المسلسات. علم عليها الاولة اللي هي اللي هي مكتوحة وهو هزهرها لي بلون الروسواصي زي ما انو شايفين. وبقول له اوكي وبقول له اوكي. هتتدي تزهر معنا شوكة المسلسات المكونة للسطح. زي ما انتو شايفين ما بكل نقطة والتانية في خط والنقطة التالتة هنا. فعمل لي شوكة ايه? عمل لي مسلس. مسلس مسلس مسلس. ما المعتم مسلسات دي كلها. يبتدي هو على اساسه يبتدي ايه? يبتدي يعمل لنا السطح. طب لو انا حبيت اشوف العنصر ده بشكل ثلاثي ابعاد. مجرد اي عنصر في برنامج دي مجرد ما انت بتختاره. يزهر معاك طبعا القيمة بتاعته الحبيرة اللي بفوق. ودايما على الشمال هنا بتلاقي حاجة اسمها دي ادوات عامة بتشتغل على الكل. هتلاقي حاجة اسمها ده مهمته ان هو بيباين لك الحاجة بشكل ايه? طبعا كده شكل ثنائي ابعاد. مجرد ما انت بتضغل على ماوس اليساره بتدي تعدلها كزا هتلا شايفين? يزهرها لك بشكل ايه? ثلاثي ابعاد. لو مش ظهر معاك كده من اول مرة. خرج ببتيجي هنا على اليسار وبتدي تتغير هو عاددا بيبقى سريدي هيدا ببقى الشكل ده. بتدي تتغير هنا دي الشبس او الاشكال بتاعت من? الثلاثي ابعاد. في الحالة دي دايما احنا مستقدم من كونسيبشول. كونسيبشول بيجيب لك الشكل زي ما شايف اهو انا عندي تداريس في الارض زي ما احنا شايفين يمكن مناطق عالية في مواطنة مخفضة وما الى زي ما. تمام كده? يبقى ده كده شكل السطح بتاعي بشكل ثلاثي ابعاد. طيب اهم شيء لما بتيجي نعمل اصطح بتاعتنا لازم نتأكد ان الدتا بتاعتنا سليمة من الموقع وبعدين بنبتدي نعمل السطح على الدتا اللي موجودة معنا وبنشوف النتيجة قبل بنتيجي ناخد اي خطوة للسطح بعد كده يعني ايه? يعني انا عدواتي عمل في السطح. السطح ده سليم وانا لها ببتدي افتحه واشوفه بشكل سلسي ابعاد شكله مبدئيا كويس اه 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 في الحالة دي هو هنا رفع عارض طبيعية ومن فيش تغييرات اللي هي الاولى التغييرات الاساسية اوية. لكن لو انا عندي تغييرات اساسية لازم تذكر في السطح فبستخدم تولز زيادة عندي في ايه? في السطح نفسه. ايه هي تولز دي? وجانبه انا بختار في السطح. زي ما تشعيفين عندي هو تعديل حاجات في السطح. التعديد لو يضم ايه طبعا بشكل عاون هي دي خيم الخاصة بالسطح. ايه ما بضيف ايه بتضيف له داتا جديدة. او ان انا بعدل الداتا اللي موجود. عندي حاجة اسمها ايه يعني ايه? اصدر ده هو الخط بتاع المسدس. الخط بتاع المسدس. تمام? انا شوف مسلا حاجة على سبيل المسال الخط ده. زي ما شوفي الخط الكنطوري هنا هنا الى حد ما مش فياش منتظم. يعني هو جهل خط اسرة هنا وبعدها فجأة دي. اه الفكرة بقى كلها ان احيانا بيكون البرنامج بياخد الحالة شبه الامثل لعملية المسلسل. ولكن احيانا برضو بيخونوا الايه? بيخونوا للتأدير في الموضوع ده. فهنا بنساعده بحاجات بسيطة. زي ما اصدر نعمل حاجة اسمها مسلا ايه القاسرة اللي موجودة هنا قدامي دي هبتجي اعمل هنا. ولا انا عمل يعني ايه? في الوقت لو اعمل المسلس ده كده. زي ما انتو شاكفين? وعمل المسلس التاني اللي هنا كده. لما هو ممكن يغير الضرع اللي في النص ده يخليني النقطة دي للنقطة دي. فبالتالي خط ده هيتعدل معايا شكل. مجارد ما انا بختار هنا. زي ما انتو شاكفين. مباشرة. غير لي شكل مسلس. بغير لي شكل خط الكنطور اللي موجود. بنعملها تاني مثلا في مكان تاني اللي هو ده. مجرد انا اتغير شكل المسلس تتغير شكل خط الكنتور اللي ايه اللي موجود. طب هل انا لازم اعمل كتيرة? لأ. لان الادس الكتيرة دي بتاخد مجهود كبير وفي نفس الوقت ممكن تبدي نتائج خاطئة. احنا بنعملها في حالة لو احنا عندنا مشكلة في الصفحة والدرنامج معدش يحلها بشكل سليم. ايه. هل في طرقة تانية? في طرقة تانية كتيرة طبعا ان احنا ممكن نعدل بيها ايه عمليات الصفحة. ولكن مثلا زي ما احنا قلنا احنا عندنا احنا دوقتي عملنا ايه اخدنا ايه طول واحدة. من الطول الثاني او من الحاجات اللي انت لازم تعملها دايما ان انت بتنضب الصفحة بتاعك وبتزين المسلسات الزايدة. اللي هي مسلا على سبيل المسال انا عندي مسلسات زايدة برا هنا. هنا ما فيش تفاصيل. ولكن هو زي من شاكين حدثي خط كنتور رغم النقاط بتاعتي في الداخل هنا. ولكن هو عمل خط مسلس من هنا الحاجات بهم. وده غلط. هبتدي اشيله ممكن ينصر معي في الصفحي وفضل لنا ما اشيله بادغط عليه وبقول له انا عايز اعمل لللاين وببطيدي اختار اللي اللي انا مش عايز اللي هو مسلا اللي هو بقول له انتر بيبتدي يشيلهولي زي ما احنا ايه? زي ما احنا شاكين. طب لو هو مجموعة خطوط بنعلم عني هو مسلا ان كده وعبعد وبقول له او ماشي كده او ان انا بعمل من الحاجة تانية دايما انا بعملها حتى في الفيديوهو بتاعتي. بعمل حرف الاف وانتر. الاف ده بيدي لك حاجة اسمها فنس. فنس عبارة عن خط. لو انت مدرد ما بتعمل كده. وبتعدي كده. اي خط زيادة عدة تحت الخط المقاطة اللي انا شايفينه ده هيتقطع مباشرة. مجرد بضغط انتر. انتر بيبتدي اشي من ايه? والخطوط الزيادة. طبعا الخطوط الزيادة دي لانتر بالخطوط اللي ايه? طوط الخارجية. محب? اه زي مسلا ده كده. لو هيأثر معك في سطح شيء. ومش هيأثر خلاص. ما فيش ده. تمام? طبعا من الاتونت زي متو شايفين دي حاجة اسمها الاد بوينت والدليت بوينت وماي لا زلك. انا بس عايز اشوف بس الاد بوينت عشان ما قلت تشريحها. حانتك فيديوهاتي بشافتك بويس. هنشرحها مع بعض. دلوقتي انا هعمل مسلا هلأ سميدي المسال. هعمل الخط ده والخط ده والخط ده وقول له. اوكي? وزي ما انتو شايفين دلوقتي حصل في ايه? حصل ان فيه الخط اخضر ظهر معي. اه نفس الخطة المفضل الخائجي. اللي انا هتخطع السطح دلوق ده. وبصيت عن ايه من السطح بقى مجاوف في الحيطة دي. السطح بقى ايه? مجاوف. ليه مجاوف هنا? لان ما فيش شبكة مسلسات تغطي المنطقة دي. انا بالفعل لقتها. فعندي حاجة من اتنين. اما هبتدي اضيف عليها ادلاين وهبتدي اخد الخط من النقطة للنقطة دي. زي ما انتو شايف. هو دفلي هنا. مسلس وهو شايف انه ممكن يدفلي مسلس تاني هنا فعملني مسلسين هنا انا على الخط اللي انا ادفله. او في الحلقة الى حتى لو انا هنا نضيف لーん الخط كده مبيرداش يعمل لنا ايه? مبيرداش يعمل لنا اه مسلس جديد. او يقفل لنا المنطقة دي. فبنعمل احنا ايه؟ نعمل له ولكن بس جدنا بس ابن Stage منا να نطيب نعملها. هبتدي اضفر النقاط بتاعت السطح. ايه بقى ف covering النقاط بتاعت السطح من نقاط بتاعت اللي اتعامل منها السطح البيعي. تمام كده? انا اقفلها في الحلقة دي بس كده مش عايز اشوفها. تمام? ولكن النقاط بداية السطح دي نقاط. هي نفس النقاط اللي موجودة هنا بالاضافة لانا ممكن ازيد عليها نقاط تانية تكثيف للسطح. عمليت تكثيف للسطح. يعني ايه? انا في الحلقة دي عايز اضيف مسلا نقطة في السنتر ده وفي السنتر ده على سجل المساعدة. تقديد الاول اعدل بداية اقول له تمام? بحيث ازهر بتاعتي. طيب البوينت اللي هزهرها هنا لها ايه? لها تقاصيل هنا نفس الشيء. في الدسبيل ايه انا عندي هنا في تريانجلز ايه خطوة مسنسات لها برضو ايه? تاب هنا. في الحلقة دي في البوينت. طيب بيقول لنا انا هعمل لك البوينت لحجمها تلاتة متر في طبعا. انا ستويل الف انا عملها بس ايه? حجمها نص متر وبقول اوكي. ايه. زهرت معي زي ما نشوفين النقط اللي ايه? اللي رانها ايه? رانها السيان لي. تمام? الحالة دينا عايز اضيف زي ما قلنا ايه? في حالة انا ضفت خط هنا ومش راضي اضيف معاك. احنا بنعمل زي ترقيع لمن? ترقيع للسطحة. فمنيجي هنا بنقول له تمام كده? وبضيف له نقطة على فين? على مسلا نص الخط اللي موجود هنا. طبعا انا هو مش فتحني النص هنا هبتدي افتح. تمام? وقلو نقطة في النص هنا. مجرد ما اضغطت هنا هو قال لي النقطة دي المنسوب بتاعها ستمية ستاعة عشرين وحام سبعين. جاب من ايه المنسوب ده? بناء على السطح اللي موجود عندي. وبقول له ماشي منسوبها كده سليم وبضغط زي ما انتم شاكين. ده في نقطة وفي نفس الوقت افللي ايه? نص مسلس من اللي كان موجودين هنا. ولكن النص التاني لسه قابل. حلو? هبتدي اضيف نقطة تانية. هقول له تمام? وبقول له برضو في النص هنا. وده منسوبها ستمية ستة وعشرين وخمسين وبقول له انتر. كده افللي السطح. زي ما انتم شاكين النقطة تانية بس هستطيعينكم هعمل سرق حوالين من هم عشان ايه هو يحوش مني. تمام? بيبقى هون النقطة تانية? النقطة تانية. تمام. ببهدي اشوف السطح بشكل سلاسية بعادة عشان اتأكد. اه السطح بتاعت افر والجمور تمام. اه نصيحة بقى. النقطة اللي انت عملتهم الغيوم. انت عملتهم بس عشان البرنامج يتفيني نشوف شبكة المسلسات اللي بايحة منهم. تمام كده? بعد ما تعملهم الغيوم. ليه? لان لو اي تقريد حصل في السطح غالبا النقطتين دول بيأخذوا نفس المنسوب اللي انت عملتهم. ما بيزغيروش. يعني هون نقطتين دول بالفعل نقطتين في السطح الجداد مش ماملين ده معهم في بتاعتها خلاص من شمالين بالاي جي. نقطتين وقضين منسوبين جدادة. هيفضل اللي انت بعد ما تعملهم والسطح يزبط بيهم ارجع لليهم تاني. وتقول له وتقول له وبتحدد له دي النقطة الاولى بتطريها والنقطة التالية اللي انت تطريها وبتقول له عسان السطح زي ما هو مامفول ما فيش مشكلة والبرنامج فاهم ان هنا فيه كان فيه جاب وتقفل فراجع اموره لليه للطبيعي تاني. انا بطلقه. انا لي مين? الاي السطح زي ما هو. يبقى النقاط اللي انا بعمل لها قد طول ما انا بس بعملها لتصحيح او تقفيل فجوات. بغير ان الفجوة بتتقفل برجع عشلها تاني. مام كده? برجع ايه? برجع عشلها تاني. احيانا بضيف نقاط تانية عشان اظهار مسلا تفاصيل تانية. عشان على سبيل المسال انا عايز احط نقطة هنا عشان يبقى انا المنسوب ده سابق معي. يبقى خلاص بضيفنا نقطة بتاعها كزا. وما بالغيهاش. ولكن يفضل لو انت بتعمل عملية طرقيقة او تزبيط للسطح بتاعك. يفضل ان انت تشيل النقطة اللي انت بفضلها بعد ما تنتهي منها. كمام كده? دي النقاط اللي دهو السطح. لحد ما كده احنا غطينا السطح بشكل ايه? شكل اساسي بتاعه. اهم شيء في السطح عندنا حاج تيما. لو احنا جينا في عندي حاجة اسمها وحاجة اسمها وهو ما اضرار كمان دي انا اكمل لها انشوب في الوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اخافكم بسم الله. البركلاينز. اه العبد اللي هو موجود. طيب ايش قليق حشان دورتي هنا. احنا عايزين نتساعده عليه. هدوط حتى شبعتها بكتبه زياني بس برضو ايش حالك وانشان انتم هبا يبنى. عايزين. دل الرادي ده المشروع بتاعنا اللي احنا جانين بيدروازي اللي هو مشروع اللي يتروح حتى صورتي انا وانا في هو بعد المحصول انتم عادية. تمام? اه الحفرة عندنا هنا كان زي ما انتم شايفين شبه رأسي. هو في نسبة اتنى المسيطة جدا شبه رأسي. والبنطقة زي ما انتم شايفين ايه المحفورة بالشكل التالي. طيب اه كما انا مقاول اه الناس شاقدين عاستعملوا وربنا بقتلهم بس ننسيوا يضيفوا حاجة اسمها البركلاين. ايه هي عشان نعرفها. دلوقتي عشان انا هضلها الشكلة بشكل سطح الحرف اللي هو زي ما انتم شايفين يبقى لنا زي ما هرفع نقطة فوق هنا. وبعدين هرفع نقطة تحت هنا على دي الصور. ومسلا نقطة في النص وبعدين اهم حاجة تحت هنا وبعدين فوق. تمام كده? بحيس يطلع لي بنفس الشكل اللي هو حرف اليو اللي احنا شايفين. تمام? اه نشوف المقاولة كيف هالي عاملة ازاي? زي ما انتم شايفين. الرجل رفع هنا تدي فوق وتحت. ورفع تحت الناحية التانية ورفع فوق. ولكن عشان هو ما يسمى بالبركلاين طلع الشكل كالايتم. المفهود نفس الشكل ده نفس الشكل انتم شايفينه في الصور. فطبعا مش هو تمامي. انه وكده نفس الشكل هده من الجبل الدين. هي خطوط تعتبر خطوط قطع. اه خطوط سوري اه بفضع اسمها يعني خطوط القطع. هي فكرة خطوط القطع انه هو عمل ايه? طبعا احنا بصينا هنا كل ما هناك ان البرنامج اه اخد النقطة اللي فوق هنا. وبعدين نزل بميل على اقرب نقطة هو شايفة اللي هي هناك دي. ما نزلش بشكل رأسي هنا. ليه? لانه مفيش حاجة تحكم السطح انه ينتقل من هنا لحاجة هنا. لانه هو بيشوف شبكة مسلسات. هو عايز يعمل شبكة مسلسات. اه هو النقطة العالية اللي فوق هنا. يعني ممكن نها في الصورة بقى. النقطة العالية اللي فوق هنا. هو مفيش نقطة مقابلة لها تحت. هو السطح اخد من هنا مباشرة وراح لاقرب نقطة هو شايفة اللي هي هنا كده. فبقى عندي هنا زي ايه? زي حرف في. ما بقاش حرف يو. رغم ان انا رفع نقطة تحت هنا ولكن مفيش نقطة لحت النقطة دي ما هو شرطان. فاسناها عملية الرفع يفضل ان انت تدفع بشكل ايه? بشكل ايه? ولكن في حالة لو ما حصلش كده فبيتم رأس من خطوط سلاسية ابعاد تمثل ايه? الايجل السفلي للسطح. او اللي بتغير من عنده شكل السطح. سواء شكل مرتفع او يعني مسلا سواء هو مسلا زي ايه منقول ان هو تبه مسلا. او انه زي ما شايفين هو حرف يو. فلازم اي تغير شبه رأسي معاك لازم يتعامل حاجة اسمها كل ما هنالك انا بقضيك مضموعة نقاط على اه يعني سواء المجموعة النقاط دي بوصل ما بين الخط مسلا سلاسية ابعاد. على مين? على النقاط اللي بقموضة في ال ايجل تحكي مين وشمين. عشان احكم عملية المسلسات ما تندقلش من هنا لحد هنا مباشرة. فاهم? نشوف المسادلة كده. انا عندي مشروع زي كان كده. تمام? والشباب راح ويرفعه بالفعل. فانا قلت لهم اول حاجة هو عملها عمل ايه? راح صور لي مشروع. قلت له اهم شيء عندي وانتك ترفع ترفع التفاصيل. ترفع عليه تحت هنا وترفع عني فوق. حتى انا اوضحت تلو بالشكل التالي ده. بصو اهو. هنا تحت لشان ده هنا منطق التغير رأسي وبعدين رفعت الفوق وبعدين رفعت تحت هنا. وبعدين رفعت فوق تاني وما هيك زي. اهو. تتبتلوا التوب لاين والبوتون لاين. نفس الشيء وضحت لهم ان دي منطق كده زي كأنها سور سوية برضو بوتون لاين وبوتون لاين للنسبة. تمام? وبالفعل الرايض رافع كده. واعمل اللي اللوحة التاليين. اللي هي اللوحة دي. تمام كده? انا عندي هنا زي ما انتم شاكوين جروب نقاط. البوينت جروب دي. في بوتوم وفي توم. تمام? وعندي هنا السطح اللي موجود اللي هو سطح اسم ايه? سطح اسم ايه? سطح اسم ايه. لما انا بسطت على السطح على حد العادية تي. اقول تروا هنا انا عايزة او شوفه تمام? زي ما انتم شايفين. بعد الرفع الراجل الموقف حصل ايه? ثلاثة. احنا عايزين نجيب قبل الرفع وبعد الرفع. انا باقي الحكاظي فرس. نديه. ادي السطح الكايف والو بو بجوقت فيه يوغر. تمام? تاني ادوش هكوين. السطح هنا عمل ايه. عمل تكسرات كتيرة اهي. تمام كده? هي مش تخسرات هو راجي رفع تحت وفوق اهه. ولكن البرنامج ما شافش ان المثلث ممكن يتعدل ويتعمل بشكل افضل من جدا. هنا انا وجدت هنا اولد. عملت شبكة المثلثات. باجي هنا وبقول له انا عايز اظهر شبكة المثلثات بتاعتي من خلال. تمام? وبقول له هنا بتاعتي ده شبكة المثلثات. في حاجة بعملها بس دي ما بين تختار من جهاز دي التاني. لو جهازك كويس اعمل الحركة. دي اللي هي ايه انا بعدل في نفس السطح اللي موجود حاليا. فقول له هنا انا عايز اعمل. انا نظهر بشكل سلاسي ابعاد. تمام? وانا على حسب ايه? انا حسب ايه? كده انا شايفه بشكل سلاسي ابعاد في نفس اللي انا ايه? نفس الوضع اللي انا شايفه. تمام? ممكن بنعمل ايه? اختار السطح. تمام? وبتيجي من تحت على اليمين وبتقول له. يعزل لي اللي ايه اللي انا مختاره لها. بقى كده بس السطح هو اللي مفترض معي. فبتدي اضغط على الشفت والنوس اللي هو اللي هو الاوسط تمام? وبتيجي احرك كده. بحيس يغيير لي الواقع بأيتيه سلاسي ابعاد زي ما احنا شايفين. انا هنا ممكن استخدم او بتاعت السطح. اللي هي بتاعت ايه? اللي هي بتاعت ايه? ابتدي اعدل مسلا الشكل زي ما احنا شايفين. هنا المفروض ده يروح كده. اعدل ايه? بلغط على المسلسات ده انا عايز ايه? اعدل الاتجاه بتاعها. يعني مسلا انا شايفين او مفروض بطلعش البرة كده فببتدي ايه? اضغط على المسلسات واعدل الشكل ايه? الشكل بتاعها. بس طبعا عشان انا اعدل كل ده بشكل يدوي هياخد جديد وقت جديد جديد لنظر المشروع ايه المشروع كي جديد. طيب الحالة في بتدي اعمل ايه? بعمل ما هو يسمى من ايه? بالآ دي عبارة عن خطوط سلسية ابعاد. طبع عشان راجع الوضع زي ما كان بعمل كليكي مين هنا وبقول له اه بركعني الوضع ايه كما كان. تمام? اهو. انا كل ما هنالك عملت اللي هو خطوط سلسية ابعاد ووصلتها على مين? على النقاط الفريقة اللي انا قلت للشاب عليه. اللي هي فيه للنقاط دي. عشان كده انا اطلع بني حاجة اسمها والبوتوم. مروجينا هنا حتى بالبوتوم هلاقي عندي هنا الحاجة والبوتوم وفي حاجة اسمها ايه? للطب. وبدأت اوصل على هذا الاساس. انا عندي خطوط هنا. دي اللي هي. تمام? واحدد دي لو انا مسلا بتشوفت بتاع النقطة دي هنا كام? النقطة دي اللي هي الطب. والنقطة اللي تحت دي. مسلا على سبيل النساء اللي هي اللي هي? اللي هي البوتوم. تمام كده? فوصلت كل ما هو مع بعض. ووصلت كل ما هو مع بعضه. تمام? وبعدين بشكل سلاسي ابعاد خطوط سلاسية ابعاد. وبعدين علمت عليهم كده وقلت له مسلا وروحت للبرنامج اه للسطح. وجيت في حاجة اسمها بعمل تلك يمين. وبقول له انا عايز اضيف. بيقول لي اضيف ايه? اللي هي خطوط او خطوط اتقطع. اللي هي الخطوط يا برعن ايه انا عايز اجيب لكم بس النساء قبل ما اضيفها او ما اضيف لكم واحدة بس. اي يعني دي مسلا بسابد تساني من تشوفين. هنا انا عندي خطة مسلسات جاي من هنا لنقطة دي. وجاي من هنا لنقطة دي وجاي هنا لنقطة دي. يعني خط المسلسات خطة تلت نقاط دولية. جاي من النقطة العلوية لنقطة السفلية. انا حضيف الدلاثة دول بس بشكل مبداي الاول. بشكل وبقول له باد. تمام كده? وبقول له على المدن اللي هو فيه ده النقاطент الدول وبقول له ايه وبقول له قد تي. شوف تهى شبكة المسلسات هي حصل لها ايه؟ زي ما أنتو شاو فيه ايه؟ لأ. بدأ يشوف اقرب نقطة على الخط وعمل شبكة المثلث الاول هنا. وعمل المثلث التاني اللي هنا. يبقى كده هو حكم ان شبكة المثلثات ما تعديش الخطوط بتاعت دي. هل ده بيأثر في السطح? طبعا بيأثر في السطح جدا. زي ما نشوف دلوقتي احنا نعمل ايه? هستخدمكم لديهم تاني المجموعة دي عشان ما يجيش بحاجة السبكشن التاني ويجبه دابل. خير. اهو. اختار النوع الاول والنوع التاني والنوع التالي. عندي ثلاث انواع وبقول له. كده اختار دي كل الخطوط اللي موجودة معي. بقول له كليك يمين على. هو اقول له اوكي. تمام? مجرد اشوف بقى السطح بعد ما هو عمله بالفعل. بقول له. نشوف مع بعض كده. السطح بقى تماما شبه مين? شبه اللي موجود فعلي في ايه? في الموضع. زي ما انتوا شاكين لو احنا جينا مسلا فيها تانية كده. ايه. 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 موجودة معي هنا بنفس تفصيلها. طبام? نفس الشيء. انا عندي هنا مسلا فيه خطة انا كنت ناسين مسلا ما رسمتوش. فايه. ده اللي هحتاج اجرسمه تاني عشان يرسمها يهين. ولكن اغلى من المناطق كلها خلاص بقت سليمة الرمبات بتاعتي بقت زهرة. ادي الرمب بتاعي اللي موجود هنا ده. ده نفس الموجود في الصور اللي هو. لو كان ده. تمام? ادي الرمب ده. هو نفس الرمب مين? الرمب اللي موجود عندي هنا. بقت كل التفاصيل جاية رمب ايه. كل ما وليك ان انا ضفت بس مين? ضفت بريك لاين للسطحة عشان يعدل. يعدل شكل الصفحة زي ما احنا ايه? زي ما احنا شاكين. يبل بريك لاين دي في حيات لو انت عندك تغيرات رأسية كتيرة يفضل اللي انت طبعا ده الاساسي بتاعك اللي انت ترفع للسطحة بتاعك عشان يبتدي ايه? يبتدي يعدل لك السطحة للهروج التبعية بتاعتك. كل ما هنالك انت تلازم بتعمل الخطوات دي كلها. ويفضل حاجة من اتنين. لو انت راجل بتاع مكتب. يا اما تزور الموقع وتشوف بعينك. وتوجه الناس مسلا ترفع ايه? يا اما الناس وهي بترفع هناك تصور لك بحيز انت لما تجي تشتغل في المكتب. تبقى انت بعد ما تخلص الشغل بتاعك تبتدي تشوف هل الحاجة هي منطقية زي اللي موجودة فعليا في الموقع ولا لأ. لو الرجل ما صورش بتجيب الرجل اللي رفعت هل اعجب مني شوف. ووضع كده سليم اه جموع تمام تمام. وبعدين بتاخد السطح بتاعك للمرحلة اللي بعد كده ايا ان كانت مرحلة تصميمية او انك بتنفذ عليه حاجة تانية. تمام? احنا كده شرحنا بس السطح او ازاي بيتعمل. طبعا فيه كزا طريقة للسطح مرضو ما معينش انا بتستخدمكم المحاضرة الجاية ناخد اول حتة كده برضو للسطح اول نصف الساعة والحاجة للأسطح. وبعدين ايه نكمل بعد كده في بيت المقامل. لان احنا عندنا كزا طريقة لعمل السطح من ضمنهم طبعا اللي هي الخارجة الاشهر على الاطلاق. هي ايه. فكده احنا عملنا السطح من شكل عام. عدلنا. طبعا الاسطيلات زي ما احنا قلنا اياه. في بتيجي التعدل بتاعك هنا مسلا. انا هخير الاسطيل اخلي مسلا. الواحد اه سوري الاتنين لعشرة. تمام كده? زي ما انتم شايفين عمل دي هو اخذوا الكنتور بيبقى لونه ايه? بيبقى لونه مصاصي كده. بحيث ميماتش معك حالفة للرسم. نفس الوقت انا مش عايز او. دي شبكة دي ايه? الكنتور بتاعتي. اا وتعدلها تليك يمين على اي ستايل بتقول له ستايل وتفيدي تعدل الالوان تعدل الاشكال تعدل كل شيء. انت ممكن تعرضوا بقى تدربوا ايه نشوفها كده. هنتكلم بس عن 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 سوري المرة الجاية ان شاء الله. حاجة بسيطة. والاناليسيزة. هم حاجة لاناليسيزة عشان هفصيله لزيزة جدا. اا فان شاء الله عن كامل بس الاستوح حاجة بسيطة مرة الجاية ان شاء الله. اا الاستوح. حلوة لزيزة هي كل الاعتماد كان على اللي هو بايه اضافة السطح. عم عم نعلم بقى للمرة الجاية ازاي تعملوا اا تريدات في السطح سواء من بارتفاع او من خطط للسطح او ازاي ندمج لزيزة السطح مع بعض هاي بقى من المحاضرة الجاية ان شاء الله. او دولتي مبدأين كده اللي عنده سوري بزريع في الجزيكة اللي احنا خلصناها دي. انا معنا ذريعين خمس دقيقة. تمام اللي عنده اسئلة بس في الصحة في الجزيكة. كده. اسمح الله ما تعطي. اضرش. السلام عليكم زيك هندسة. هندسة. ايوة. السلام عليكم كيف حالك. عديزة هندسة عندي طريق اا محتاج اعادة انشاء خمسة كيلو. فهو زي طريق اللي كان حضرتك جابه في اول الرسمة كده فهو اترفع بالجي بي اس. اا نقاط انا كل محطة تقريبا كل خمسة وعشرين او ثلاثين متر. طبعا. سنتر و اا وعلى اليمين وعلى الشمال. الاستشاري بقى المساح عايز يستلم ستيشن انا عايز اطلع للمساح ستيشن افست الفيشن. اه. في النص في السنتر وعلى اتجي الاسفلت اربع نقاط يمين واربع نقاط شمال. انا عنده نقاط تعتبر يعني عشوائية شوية هي كل محطة بس عشوية ازاي شوية. ازاي طلع ستيشن افست بقى من على الطريق مسلا وطلعها في اكسل اي. بقى صف دا اي اه رقم واحد هتعرف بتاعك على الرسم. رقم اتنين للداتا اللي انت طلعت بيها اه طبعا دي مش على بالزبط ولكن انت عايز تطلع على بالزبط. تمام كده? اه. اه. تمام. حيلو. يبقى انت هتعمل رقم واحد هتعمل صدح. رقم اتنين من الداتا اللي معاك. رقم اتنين هتعمل اللي من اللي معاك. رقم تلاتة هتستخدم نفس الطريقة اللي انا شرحتها من شوية وبرضو دي موجود عندي على القناة او الرئيالك. ان انت بتحط في الاكسل دي اللي انت عايزه والاستيشن اللي انت عايزه. لأ انا عايزة اطلعها حاليفة اللي اندوسة مش كوردنيتز. ماشي. انا ولا حاليفة. هتعملها الاكسل اللي انت عايزه والاستيشن اللي انت عايزه. وتعملها في الاكسل. حلو? وبتعمل لها. تمام. جوا الرسمة. مجرد ما النقاط دخلت عندك في الرسمة. حلو كده على سبيل المسال. بتعلم على النقاط بتاعتك دي. اه مثلا نزلت عندك في الرسمة بالنقاط النقاط الريدي هو اه اه هكون معي. نار مراعين. هتعمل النقاط. هتعلم عليها من الرسمة زي ما اللي بختارها مسلا كده. مجرد ما بختارها انا طبعا هي نزلت معاك زي ما انا شرحتها من شوية. بدي معاك. بتعلم عليها زي ما انت شايف كده. وهتلاقي حاجة هنا اسمها. يضغط عليها. مجرد انت تختارها بيقول لك اجيب لك مناسيب النقاط دي من انهي سطح. فبتختار له السطح ده وبتقول له اوكي. وبيدي لك تحت هنا بيقول لك هل انت عايز كل النقاط اللي في الرسمة ولا اللي انت اختاره بالحال دي بتقول له المجموعة اللي انا بختارها فقط. مجرد ان تقول له بيجيب لك مناسيب النقاط دي من السطح. يبقى كده انت جبتهم بناء على ادراجك النقاط والزد بناء على السطح اللي موجود. كل ما هناك بتتخرج النقاط بتاعتك هتطلع لك وانا بدرج النقاط يعني انا اعمل الاول وبعدين هدرج هحط النقاط على الاكسل احط الستيشن والافست وبعدين ادريكها تبعا للالايمنت ده. يعني احسب بتاع الاسفلت كان من هنا وكان من هنا يعني كل الافستات احسبها في الاكسل. اه احسب الابعاد اللي نعيزها ونزلها على على السفل. اللي انت اللي تعجيه من الاكسل هو اللي هينفزه لها في الموقف في السفل. تمام تمام. نشوش عمدي عشاني علمني درسين. اه اسمه اه ده اسمه علش اللي باش رح النقطة دي. اه عشاني حرارك في بوس اه مجموعة تنسى الهشام اخر تلات دروس. اه درس ان هو ادراج اه ادراج بينات خاصة في نزان. اخبرك? ادراج بينات خاصة به? اه اه انا رح سواحك ده افتح معاكم هانتش ادسى. لا اعرف. من عندي? اه. تبعلي الاندسة تنفع افتارية تزفوط? لا الاسبون ما مطلعش داتا الاسبون بيطلع بس بتاع. بيطلع كده بات. اه استاذانك بوس الليل في المجموعة تنسى الهشام حلو كده. تبا. تبا. ريديو الاخير اه بوس يا سيد عتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم. اه ادخال نقاط حلو كده واستخراج النقاط بشكل استيشان افزت. انت انا هيهمك ادخال النقاط. وكمان في الدورة الاساسية درس رقم عشرين اللي هو اسئلة واجبوبة حول الاسطح. عساني السؤال ده موجود انك ان شاء الله. ده لاندسة شكرا جزيلا. لا عافوا فاني. جزاك الله خير. اسلام. ايه معنا تاني? ما اندوس فيه سؤال ما اندس الحمد للجاعة يقول اه اخصوص النقاط. اه. اه. اه اعمل لي في حال ان النقاط لو بدي اياها افزت يبينه ويصار بس منها على ستيشن معه نقاط عشوائية بسنتر الطريقة. نفس الفيديو اللي انا فتحه. اه يعني هي هي ان القطعة عشوائية وانا كنت عايز تطلع على ستيشن وافزت. اهم سلوب تين في المية يمين ويصار. اللي عاوز النقاط تضم حسبوه. اما على السلوبات النقاط تضم حسبوه بالليل بتاح. اه ده انصار فيدي اياها افزت يمين وشوائي بس بينها على ستيشن معروفة قطعة شوائية. بس اندر اهم انه في سلوب يمين ويصار مثلا. بص اصلا هي عملية اللي اوفزت يمين ويصار كده انت اه البرنامج هيحسب لك اوفزت يمين ويصار ده في حيطة عندك سطح يجيب منه او عندك كوريدور. اخد ده لك. طيه يفضل انت تجيب السنتر والاوفزت ويمين ويشمال هيجيبه لك الاحداثيات ايستو نورس. الزد ده حسب على اكسل سهل. اخد بدل ما تعمل كوريدور وتعمل حاجات كتيرة لأ على اكسل اسهل بكتير بالموضوع الوقت. يعني انت كايستو نورس عجيبه من السبل. الزد ده هدو انت معاك هتعمل اه سلوبي مين ويشمال بناء على الوفزت ده موجود. اين هو البرنامج? اه البرنامج نفسه النقاط عشوية سواء انت عايز تخرجها كما هي او تخرجها على سليم واستيشن سليمة. اه دول انت ممكن تعملها بس عندك في حالة لو انت عايز تخرج على سميم مثال انت عندك سنتر لين ورفعت نقاط عشوية ايان كانت شكلها ايه عايز تطلع الاستيشن والاوفز رقم خمسة راشتين. ده ازاي تخرج الداتا استيشن اوفزت. اه عايز تخرجهم بقى بالمنسوب. لو في حالة لو انت عايز تحسب لهم يعني منسوبا انا اناسف. احسبوا على الاكسل او بدل ما زيك لان الفكرة انه على السبل هاجيب لك المنسوب منين يبين واشمال هو بيمشيش بسلوبات. اه الا لو على كوريدور مسلا او على حاجة. فبدل ما تعمل خطوات الكوريدور ما يلزالك ممكن تحسبها على الاكسل بشكل طيب سؤال بشبانس كريم لو سمحت ايه الفرق بين اه بس بحساب الكيميات بطالة القطاعات وطالة الاسطع. هو العامل اللي يفرد. بصوا يا الهام. لسه برجعناش للاتنين هو اه الكميات والاسطع. القطاعات بشكل عام. البرنامج لو انا سابيني المسال انا اعملت بسا قطاع كل عشرين متر. فالبرنامج بيشوفي ايه اللي تلقاط عبراتني في اللي هو على الزيرو. والسكشن اللي على العشرين وبياخد متوسط ما بينهم وبيضربوا في الطول. طب على سابيني المسال كان عندي في النص في العشرين متر دول عندي جبل طلع ونزل. هل البرنامج شافهم في القطاعات? لا. فمش هيحسب لك كمية الجبل ده. ان البرنامج هياخد بس ما هو شايفه في القطاع. اتعني اسمه سامبل اللي هو ايه عينة. بياخد عينة من الطريق على الخط ده. وعينة تانية اللي هو السامبل اللي بعده على بعد عشرين متر او خمسة وعشرين متر. طب في النص حصل مسلا في جاءت مسلا مبوحيلة في النص. جاء نهر في النص. هلو كده? او جاء جبل في النص. هل البرنامج شافهم? لا ما شافهمش. هو شافهم كسطح. ولكن ما شافهمش ككميات. ليه? لان هو شايف في القطاع اللي على السفر. والقطاع اللي على العشرين او على الخمسة وعشرين. وحسب الكمية ما بينه على هزا الاساس. اما سطح من سطح فبيجيب لك الوضع كما هو السطح الارض طبيعية والتصميمية. وكل ما هنالك هو بيعمل ايه? بياخد السطح الاساسي. وبيسقط السطح التاني عليه. يجيب فرقات فرق فرق الارتفاع لكل مسلس ويبتدي يحسب له متوسط ارتفاعات لكل مسلس. في قرية المسلس ويدي لك الكميات بتاعتك. طبعا هي الادق. الكميات اه سطحين من بعد عشان بيجيب لك الوضع الفعلي. اما اللي تقدر تقدمه للجهات المختصة بيبقى القطاعات عشان بيحب يشوفوا شكل شكل القطاعات. القطاعات في حقيقة لو ما فيش تغيرات كتيرة بينية اعملوا كل عشرين متر خمسة وعشرين متر. اما لو في انت عارف ان في تغيرات بينية كتيرة زي مسلا جبل او نهر او ما الى زلك. بتقلل المسافة ما بين القطاعات قدر الامكان. عشان يجب لك المساحة انا سواء الكمية. الى حد ما شبه الكمية الفعلية ما بين سطحينهم. فعملية الاختيار ما بينهم لو انت عايز الكمية الفعلية وفي نفس الوقت اه انت بتقدم للجهة اللي قدام منك عا تستلم منك الدهة بهذا الشكل ولا لا. يعني في جهات ما بتقبلش سطحين من بعض. كمان. بي السؤال المهندس محمد عبد الحميد بقول هل في طريقة اعمل اه للسطح اه فكرة اللي نعمل ومن ثم ما تحوله. ما هو بصة اه الفكرة كلها عملية للسطحة دي البيانات اللي بره ايه? اول مشكلة ان هي اه هو انت مش محيط تحوله ولا حاجة يا اخونا خير عبد الكريم من الكلام اللي هي جاي. ها 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 تحاوله هو دما بتخرج السطحة اهو بتخرج المحيط بتاع السطحة هو بخرج سري دي بولي لاين. سري دي بولي لاين. انت ممكن تعمل له وبيتعمل له واست وبيتدفر السطح تاني على ولكن هو كل ما هنالك لك هتبقى عندك الحتة المنطقة اللي بره دي. الليمل بتاعها شم هو واحد ما بين الخطين. عام تنعم ثم نعمها في المحاضرة الجاية. ولكن مسلا ما خدش نفس المنطقة اللي قابلية هو ما الى زيت. لأ هو ها هاخد نفس المتغيرات بتاعة البواء البوردر الخارجي ويطلعها برة. ان هي الفكرة كلها السطح او البرنامج مش هيختلع حاجة بمرة. انت لازل تضفلوا بينات. فالمينات المتاحة اللي بالنسبة لك دلوقتي الفعلية هي اما تضفلوا رفع مساحي جديد او نقاط جديدية جديدة او اللي انت بتعمل السطح اللي موجود فعليا بالحدود اللي موجودة والاستندر ده ببقى المفضل ان هو يبقى. ده حاجة بسيطة مش كبيرة. عشان ما يحسجش تغييرات في الطبيعة ممكن تأثر معك دي معك في الشوربير والله. طيب حضرتك اه بشماندس اه بالعكس لو انا عندي سيرفس اكس ام ميل انا بستورده اكس ام ميل اللي عاوز احاوله النقط. هل في وسيلة? بس حالك هو مجرد بدخل عندك اكس ام ميل اه اي سطح ايا كان ادخل على قائمة التول بوكس تمام كده? وحتلاقي في السيرفس هتلاقي حاجة اسمها سيرفس بوينتو سي اس بي. اللي هي النقاط المكونة للسطح نفسه. دي هتطلع لك النقاط بتاعت السطح ملفه تيكست خارجي. حتى لو اه جاي من ايكس ام لانه ما يكيش مشكلة. عادي ايا كان مصدره حتى لو اعمل من كونتور يدهر يدهر لعها اكبر. وفي نفس الوقت بابضل السطح نفسه لو انت اعلمت عالسطح وقلت له تمام? وازهرت النقاط بتاعته اللي هي سينة تمام? عتزهر مع اي النقاط زي ما انت شايف كده. مجرد ما تختار السطح في موجود هنا اسمه سيرفس. انا عايز اخرج اللي هي مين? اللي هي مين? اللي هي مين? مجرد ما بقول له او كي? هتعمل شوية زون كده هستيزينك هتلاقي نقطة ظهرت معاك لو عملت لها اا كنترول وواحد. يقول لك دي نقطة كاد عادية كده انت معاك النقاط عبارة عن نقاط كاد في الرسم. لو حبيت برضو تستخرجها كاد في الرسم. وممكن تحول معاك نفات سيفل تتحول معاك نفات سيفل. دي تتبعش راحنا بالدرس الجاية ان شاء الله. ايه سؤال مهندس محمد قول لو واقف على نقطة جوة جروب في جدول النقار. اقدر اشوف النقطة دي مباشرة على اللوحة. جوة جروب في جدول النقطة. اصدك على الشمال يعني النقطة على الشمال موجودة هنا. اه طيب ماشي. على سبيل المسال النقطة رقم الف تلاتة اي سبعة تلاتين. انا مش عايف في الرسمة متاع نكليك يمين عليها وقول له زوم تو. زوم تو. مباشرة هو يا جبالك المفروض ايه بستغنش من نقطة الصفحة هنا كتيرة. نقفل بس نقطة الصفحة. تمام? ايه مسلا الف سبعة وتلاتين دي وقدره زوم تو. هو جايب لك المفروض عشان بس لايه من تعمل يلم قاد كتير. ممكن تعمل زد تي بي. وتكتب اللقم اللي انت عايزه مسلا الف سبعة وتلاتين. هعمل لك تريبا زوم متاع. هو خلاص هو جايب كده ايه. احتاج المفروض في نص الرسمة. يعني النقرة اللي ما نفعليها دي. اه هي المفروض نقص الرسمة بالضبط. هي سبعة وتلاتين. مين في يوم? لا. المفروض دي او هي دي. الاربعة وتلاتين. الاربس سبعة وتلاتين. هي تبقى هنا المفروض. اه? الاربس سبعة وتلاتين اهي. انت بس تعمل على كليكي مينو تقول له زوم تو. هي لو نقطة وقفة الوحدة اه هي دي. هي بالضبط هي في نص الرسمة. اللي هي نقطة تعمل? دي اسرع وصيلة توصل لها او تعمل وتكتب الرقم ان انت عايز ويوصلك لها. لو مجموع النقاط برضو وتعلم عن ايه وتقول له سيقول له ايه زوم توبايت هينجايب لك برضو هزوم عن ايه. اه. في باش موندس بلال بيقول ليس سيفل مش بيلتزم بالباوندري حسب مقاطة الفنس. الفنس. اه حسب مقاطة الفنس الموجودة. وبيعمل مسالسات اضافية خارج الفنس تحتاج مني مساحها واحدة. بص هو فيه انت ممكن بتعمل لعملية الخطوط او المسلسات دي بتقول له والله يعمل لي مسلسات بأطفال معينة وما الى زلك ولكن البرنامج برضو بالنسبة له هو اصلا مش عارف حدودك انت فين. يعني هو ممكن يكون انت اه والله المنطقة دي كان فيه تجويد في الارض فانت دخلت وهو طلعت ولكن انت عايز المنطقة برا الخارجية هكذا. واخد بالك فانت ممكن لو هي بتاخد مساكات طويلة او بيعمل المسلسات طويلة ممكن بتحدده تقول له لو ما يعملت. يعني المسلس يبقى اطول ضرع في المسلس اللي بتعمله انت مسلا خمسين متر. يبقى مسلا لو هو مش هيجيب لك مسلا مقطة من الاتج دي للاتج دي. لا هو هيقدر بقى ماشي لحدا ما دي بتحكم ان هو ما يعملش المسلسات طويلة. ولكن برضو ما تقدرش الحكم قاول. يعني هو برضو في مهن الحلقات آآ يعني هو بياخد ولكن انت بتحاول برضو تعديد له الموقف. يعني احنا زي ما انت شايف عملنا لنا النقاط هنا واعطنا روش فهو مش فاهم اللي دي شبه رأسية. فعمل اللي قادر عليه. بس اللي قادر عليه ده مش هو اللي مطلوب عشان كده احنا من ايه بنعجل وراء. فلازم هيكون في تعديد. وفيه بيقول لك اعرف اعرف من ايه كل التفاصيل والاضافات اللي حصلت على السطح. السطح طبعا ليه مجرد ما انت تضخط على السطح وبتقول له تيجي على بيجيب لك كل حاجة حصلت في السطح هنا. انت عملت عملت. والعلم التغيير الترتيب هنا بيغير لك في السطح تبو باشرد. وده ان شاء الله هنشرح المرة الجانب. بس انت لا حاب انت تعرف اي تغيرات التغيرات بتحصل هنا. اي حاجة حصل في السطح الانتداء منه انه نوقت ما عملته الحاد ما خلصته. هنا. موجودة في ميه? موجودة معجل. اللي هي في قيمة تاني تاني اختيار. آآ شبنا مع الان. ما عنيش اخطولنا على الكرة ده. ما انت احنا بيسأل بخصوص ترتيب آآ سؤال بخصوص ترتيب النقاط. ما هو انا اقول لي ترتيب النقاط تقريبا ان هينفع لترتيبهم في الارقام آآ. اصده ايه ترتيب النقاط يعني ان ايه دي مسمى تاني ولا ايه? هو احمد معانا طب يفتح كده يفتح مايك. فاهمنا وعايز اللي سطح لو ينفع. ان هو ترتيب النقاط النقاط ده هي تكرر ترتيبها في نفس اللوح. يعني مسلا على سبيل المسال انا عندي بوينتجروب بدأ من واحد بعشرة. بوينتجروب اللي بعدية بدأ من من حدارشا لخمسين. هل ينفع? خليها تبدأ من واحد اه من واحد لاربعين لا ما ينفعش. لان رقم واحد مش هيتكرر تاني في الرسمة. قالوا السلام عليكم. انا مع حضراتك انا بس انا سؤالي لو انا دلوقتي اه اتطريت ان انا انزل النقاط بتاعتي بالترتيب. بس انا في عندي امر اسم على بمجرد ما ما سلقت على النقاط في عندي اه امر اسم ري نمبر. هل ري نمبر اول? بيعيد ترتيب النقاط تاني من واحد اه اه بس اهم شيء ان الرقم اللي انت تختاره بيكونش موجود في الرسمة. يعني على سبيل المسال انت نزلت رقم من واحد لمية وخمسين. حلو كده? تمام. وعايز ترتيب الارقام من 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 مية لميتين وخمسين. عندك انت رقم من مية لمية وخمسين موجودين في الرسمة. البرنامي المشاهدة. طيب تمام شكرا. سعيت انت ممكن تعمل حاجة بتقول له ري مسلا من من الف الالف ومية اه صاري من الف مسلا. هو بيرقم لك ده من الف وترجع تاني تقول له لا رقموني مسلا من مية. يعني لونك من مية مية وخمسين. اه ايه تمام. انا كنت عايز بس اضيف حاجة بخصوص اه بعض الشباب كانوا بسألوه بخصوص لو انا هطلع افست من عن طرير الالليمنت وكده. فهو الحاجة دي كان بتقابلنا كتير انا اقول بس انا كنت بعمل في اه ان انا كنت بطلع اي نقاط محتاجة بطلع الاي من من الطول اه من الطول من الطول هطلعها عن طريق يعني ممكن يطلع اوفست وآ اوفست اه لكن مفهاش 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 لا لأ الليفل لسلوب اه زي ما حضرتها قلتوا ممكن يطلع عن طريق بقى من خلال ملف الاكسل. اه بقى في الاكسل اه بقى في الاكسل منعزي نوادرتي ده ده انا انا نستعاد تفضلها الرسمة وقولتلو اهو الدرس رقم خمسة وعشرين في دلسة الهجاب اللي هو استخراج الاحتساس ده كده انا خرجت اما عشان عكيب بقى ميول مع تفضل عسلم لها سوريا عن اكسل عسانية يعني. خلاص مش شكرا جزيلا العافية. العافية. حسنا السيد عسان. او شبحت انا ندرسها بس غسأل بس واي قد كده. اه بالنسبة بنسبة البريك لاين اه حررت اشتغل فسريدي بولولولاين انا دايما بشتغل في فيوتشار لاين هل هل تفرق? لا بص اوه ما تفرقش ولكن اه في اولا ما كنتم جاهزة بس ما نحناش دلوقتي يعني انا انا او لغة مرة جاية ان شاء الله الفرق بين صريدي بولول لين والفيتشار لاين بص الفيتشار لاين اصدق ليه مزارية واهوه طبعا حلو جديه. لكن ليه ليه العيوب؟ اللي عيوب بحية لو لو اتنين فيشار لاين في نفس الصيت وطلعوا فوقه بعد بياخدوا من بعد. اكيد اه اكيد هيظهر في بتاعك. هيزهر 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 ما تيجي جيبه للوحة ستري دي هيزهر معك. لأ بياخدوا. ماشي انت انت ساحراتك ممكن تحركه بحيس ان هو ينزل يطلع براه. انا اقصد ان انت دلوقتي لو حصل معاك اتنين اتعاكسه مع بعض في نقطة. هدي يجيب بتاعك هيبدأ يزهر معاك. ان في مشكلة في المنطقة. اه برضو اه الحلو زي ما امتاج ان هو مسلا هياخد معاك كربات او كربات والكلام ده كله. اه اه مش هياخد. ولكن برضو لو ده موجود في حتة فيها داخل معاك في اخلاف لك الدنيا يعني كل. اه انا هبكلم ان ان في ميزة ان انت ممكن بعد كده تزود عليه من الكاتفة يزيد عملية الربط المناطق دية. كله يزيد عليه. حتى نفس الشيء من قيمة دي جزء الخاص من ده بيتعامل مع مع ومع. سريدي برولاين. خلاص مش شكرا. بس مفيش فرق. بس مفيش فرق الوحيد منهم اللي يفضل في حالة لو انت عندك منطقة هيكون فيها كربات اطلع على طول. لكن مفيش كربات يفضل سريدي برولاين عشان تهرب من عملية انهما يختلطوا ببعض او 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 يأثر اه لانا مسلا في تشار لاين لو دخل معاك في جريدين حيب اواز لك الجريدين حال كده يا خبرة. انا من محب في تشار لاين وفي تشار لاين انه ما اعتاج له زي كريمة بي كده. ربنا يا حني لولا كانت. يا شيء الفي شكرا انت. عفرو بيش. اهنا باشي الله برجع اتلاقي في فرق اه اه صالح ما بين الفرقات ما بينهم وبعض ان شاء الله. عسل بصراع انا باشتغل بالفيتشار لاين على طول ما باستغلش بستريدي. اه عربي هو الفيتشار لاين حير وكل شيء بس الواحد بيخاف بس هو حالين طبعا في الازدارات الحديثة التي ده من الفين وسبعتاشر روضة طائعة. اه. اه. عتلاقي في فيتشار لاين ليه داب لوحده ومكتوب نو سايت نو سايت يعني مش هتدخل مع حاجة تانية. فده بالحال الامسل. لكن لو انت شغال على الزرات قديمة ايه فضل ان انت تبعد عنه في حالة اللي هو إلا لو عندك غير كده هلأ بميش. ماشي. اشو شكرا بس. عافوة. عافوة اختبت. ماشي. عافوة اختبت. ماشي. عافوة. عايش ايه سؤال. اه. بس احضرتك اللي حضرتك عملكم من خلال الرفع المستحل. ادك وصلتك لاين بس ولا سريدي بلو لاين. بص يا حضرتك. طب ماذا هم وذكروا بس انا عشان بقي ناس طلعي كتيرة بس نلحق ايه? نواليكم من الاسبوع. اه لا 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 لا. انا ايسف معلش. اه لا. بصوا بي. انا وصلت بالسريدي بلو لاين. حلو كده? فكرة اللاين من السريدي بلو لاين الاتنين واحدة. ولكن مشكلة اللاين انه هو عناصر منفصلة. يعني او انا وصلت ما بين عشر النقاط هيعمل لي تسعة خروق. حلو كده? في حين الاسمي يبراين هيعملولي كله هيوصل لي العشر النقاط وياخذ لي ملاسبهم المختلفة. في نفس الوقت يبقى عنصر واحد سهل سهل اختيار. ايه دي المفروض انا المقرنة بعمل على ناصر الاسم المزيد كنتم مفروض اشرحها مع بريك لاينز بس ما نحنناش معلش. المراجلين ان شاء الله انا اشرحهم. دي برضو السؤال بيسأل حداك البريك لاين ده دي فيه التوصيل النقاط العلوية والنقاط السبلاية. بص هو بناء على الاكواد يفضل انت اثناء الرافع بتعمل باكواد او لو انت معاك ارقام النقاط المتسلسلة يفضل لو انت هترفع حاجة. حين مثلا على سبيل من الانسان نلجع للصورة. هنا لو انت هترفع او نلجع للصورة دي. لو انا هرفع تحت وهرفع فوق خل الارقام اللي ده دي بشكل تسلسل. وبعدين خل التسلسل العكسي بتاع الناحة تاني. بناشي كده? وبعدين من خلال اه هعملها لكم مرة جاية ان شاء الله. فامر بسيط هقول له انا عايز اعمل سري دي بولي لاين. يعني مسلا انا ممكن انا ملقى في الرسمة اللي مخلوح بالفعل دلوقتي. اه انك كده. بس طبعا هو يعني اخب بالارقام يعني. فبقول له انا عايز اعمل سري دي بولي لاين. حلو كده. وانا عايز اوصل النقاط مسلا من 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 مية لمية وخمسين. انا عارف ترتبهم كده. فبتيجي هنا على اليمين. هتلاقي حاجة اسمها البوينت نمبر. البوينت نمبر. تضغط عليها وتكتبه انا عايز اوصل من المية شرطة مية وخمسين. يعني وصل من النقطة مية للنقطة مية وخمسين. اللي هو اللي ايه سري دي بولي لاين. ومجرد ابتدخلطه انتر زي ما انت شايف رسملي بالفعل مين? رسملي سري دي بولي لاين على النقاط من الترتيب اللي انا ضربته منهم. اللي هو من المية لنية وخمسين. فيفضل لو انت عايز تشتغل في الموقع. حاول تخلي الرفع بتعبزات المناطق الى زي كده. بالترتيب. لو مش بالترتيب للأسف اترى توصله بشكل يدوي. لان اعمالية ايه ايه او بالترتيب زي ما انت شايف احنا وصلنا خمسين نقطة في لحظة. لانا هم وكلهم ربعة. فممكن تتعب شوية في الموقع عشان انت ترايح في المكتب او تترى ان انت تتعب في المكتب عشان ترايح في الموقع. فانا بوصلهم بشكل اليدوي. وعلى فكرة المؤثر اكتر الخط الصفلي مش العلوي. لان العلوي كده كده هيتطل ان هو يمسك في الصفلي. وفي نفس الوقت هو هياخد بشكل مثلا لو فيه عنده منطقة فلات فوق. حلو كده. لكن الصفلي هو لازم. لازم ان يتوصل. لكن العلوي مش شرطة قريبا. ايه من شاء الله اخر سؤال المهندس محمد الكهي يتضبط على هذا الصفل. اه مهندس يشام حبيبنا. اهلا باش اخبارك. معلش انا سألتك قبل السؤال بس انت انا معرفة وضح لك وضح لك البلدية. انا عطيك الحالة بس تعيتي وانت هتفهم علي يعني. اه جايين لطريق طوله خمسين كيلومتر تمام. وعطينا على سنتر الطريق نقاط بمسافات مختلفة. تمام? فهو بيقلك بيقلك انا انت التزم بالنقاط اللي انا حطت لك ايها نزل لي ايها سنتر الطريق. وخد لي وخد لي افست منها مسلا خمسة متر بخمسة متر. اوكي? وفي اماكن اماكن اعطيك سلوب اتنان بالمية. اماكن اعطيك سلوب خمسة بالمية. اماكن راجع اربة بالمية. عرفت عليه? فهو اعطيك بس النقط هالله وقالك التزم لي فيهم. طيب. ونزل لي بس مقابلهم مقابلك النقطة خمسة متر بخمسة متر. بص عشان نبقى واضحين. رقم واحد مدام هي استشانات مختلفة يبقى تعمل لاتي. حضرت معك النقاط اي سنور زد. صح كده? ولا معك استشانات. صح. لا اي سنور زد. تمام على سبيل النساء. في حال هو. اول حاجة انت عايز تتضلع دي عبارة عن استشان او استشان نوفزت. منسبة للالايمنت اللي موجود معك. فهيستعزينك هتعمل لاتي. رقم واحد هترسم اه هتعمل في الرسمة بتاعتك. هتعمل بتاعك المصار. هم. وقل معي بسم الله الرحمن الرحيم. هتعمل المصار في الرسمة بتاعتك. وهتعمل ادراج للنقاط بتاعتك بشكل عادي خالص. زي زد العادية بتاعتك. هلو. هلو كده? هلو كده? هلو كده? وقتك من قيمة اه حتى تستيبين معي صحيح كده? هلو كده? قيمة تستيبين عندك هنا في في ال بوينت هتلاقي حاجة اسمها ستيشن اوف ستو بوينت. ستيشن اوف ستو بوينت دي مهمتها ان هو لو عندك مصار وعندك نقاط هينسب لك النقاط دي للمصار ده. فانت عندك النقاط دلوقتي زد حاول تنزلهم بالترتيب يعني او شرور الشرور مش كده. ايا كاميرا خمس. حلو? تمام. الربورت ده هيتلع لك نفس النقاط دي. ايوة انا هذا اللي بدي ايه. حلو. هيتلع لك ستيشن واوف ستو. كمام? يبقى انت كده عندك النقطة عبارة عن في الاكسل وفي السيفل. نفس الوقت هيتلع الربورت كمان يبقى انا جبت ايه? جبت لكل نقطة على مصار الطريق. تمام كده? وسيتبقى من الطريقة اللي انت اللي عليها بالاول. لزبط جدا. داخل بقى الاستيشن والاوف ست دول حاول تاخدهم طبعا بالترتيب يعني هو في الاكسل بقى يرتبهم اا تصعودي من الاستيشن على الاقل الاستيشن الاعلى. خد الاستيشنات اللي موجودة عندك. ابدأ دي اتنم منها الاوف ست اللي انت عايزها. مرة على الين ومرة على الشمال. وطلعهم. سيبقى الفكرة في ايه هنا? انت عندك بقى دولة دستوبات متخيرة. هيفضل هنا انت عجيب الاستو من السيفل والليفل تيجو من من الاكسل. انت هلأ هلأ فهمت علي يعني شو قصد بالزبط. طبعا هستزالك انا عملت الكلام. اهو نفس نفس الفيديو اللي كنتم تكلم الشباب عليه اهو يا فاديو. رقم كام? رقم خمسة وعشرين. الفيديو رقم خمسة وعشرين. اسأل هيشام ده الدرس. خلال شباب كيف? الداتا اللي عندك ونورس والزلد اللي في الرسمة ازاي تطلعهم للاكسل وبعدين تعمل بقى تدخلهم عملية الادخال بتاعتهم خلاص ما فيش مشكلة فيها. الله ينور اللي. حتلاقي درس في الدورة الاساسية اللي هي دورة الاساسية دي درس قريبا من ساعتاشر وعشرين اسمه اسئلة واجوبة حول العاصل. هتلاقييني برضو كتبت اه دخلت داتا يعني دخلت لها نفس اللي انا شرح دولكم مليون شوية. الله انا ورائك. انت هلأ جوابتني من اللي انا بديه. هلأ يا خبريتك تسلم بي. تسلم تسلم. شكرا شكرا لك يا فرنس تعمى حضرتك بالله. لا تحت امرك يا باشي تحت امرك ومكنش طولت عليكم انا قاسف ومكنش الناس الناس اربت من دينا الرجي بس الوقش بشكلة. ما قلن عليش. لا لا خلاص هو عمد انا اللي عنده معيش السؤال ازايزانكم ايه ما يبعدك على الخاص يا اما ان شاء الله او ممكن على على اللي يعمل اه كومنت ولا حاجة في الجروب اعجاب عليه بكرة ان شاء الله بالكتير. والباقي بإذن الله نعمره اه المخاطرة الجاي بإذن الله. اتمنى يعني نكون انحنا جبنا جديد يعني انا اتمنى في حاجة تقرارة كتير بس اتمنى ان احنا جبنا جديد. ان شاء الله برضو هحاول ان انا عمل بوست النهاردة وبكرة. خلينا بكرة بإذن الله. بوست عن الحاجة اللي انا اتكلمت فيها دي والفيديوهات المماثلة الليها في فيديوهاتي بالتفصيل اللي حد نعيزي. شكرا لحضرتك الفنس. العاففة. العاففة. اقتامو زادة.